موسيقى صباح والخير والبركات مشاهدين الأفاضل تتابعوننا مباشرة عبر القناة الثالثة الإخبارية للتلفزيون الجزائري من خلال برنامج هذا الصباح يأتيكم من الآن إلى غاية تمام الساعة العشرة بحول الله وستتابعنا معنا اليوم البداية بركن مسالك وطرقات ونتعرف فيه على حالة الطرقات اليوم وفي عصر رقمي تتنامى مخاطر لاستخدام السيء للأنترنت ما هي هذه المخاطر وما هي استراتيجية مصالح الدرك الوطن المختصة في الإجرام السيبراني لحماية المواطن في العالم الرقمي وضمان أمنه موضوع سنخوض في تفاصيله في هذا الصباح تتزايد أرقام حوادث المرور في المناطق الحضرية ما هي الأسباب وما هي سبول الوقاية أما في شأن الساحي مشاهدين سنتطرق إلى مخاطر تناول أدوية دون وصفة طبية ودون استشارة من المختصين في الحدث اليوم يلتحق عدد من المتربسين الجدد بالمؤسسات التكوينية على المستوى الوطني بمناسبة الدخول التكويني لدورة أكتوبر 2023 ستكون لنا وقف في هذا الصباح عند هذا الحدث الآن وفي ملف آخر ثروة النخيل من المقاومات الطبيعية الزراعية المنتجة التي تسخر بها الجزائر ما هي المخاطر التي تهددها وما هي استراتيجية الحفاظ على أشجار النخيل وحمايتها ونستعرض في هذا الصباح تجربة شاب الجزائري مبدع هاوي للتسوير مصور في الحياة البرية ويوثق سور حيوانات نادرة في الجزائر أخيرا نتعرف على مؤسسة ناشئة استحدثت منصة إلكترونية تعليمية توفر للتلاميذ دروسا في مختلف الأطوار التعليمية وستكون لنا أيضا جولة على أهم أخبار ومستجدات الساحة الرياضية في فقرتي السباحي الرياضي كل هذه المواضيع والفقرات مشاهدين الكرام تتابعونها بعد فاصل قصير من جديد أهلا بكم مشاهدينا نستهل برنامجنا بركن الأحوال الجوية من تقديم الزميل كريم مرزوك سباح الخير كريم سباح الخير لينا سباح الخير مشاهدينا الكرام تفضل كريم شكرا إذن بعد الفاصل نلتقي نعم نلتقي بعد فاصل قصير موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية موبيليس معا نصنع المستقبل تحية صباحية مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذا اللقاء إذن مرتفع جوي دائما يسود حوض المتوسط وكذلك شمال البلاد يعمل على عدم مرور أي اذتراب جوي من الواجهة الغربية أو الواجهة الشرقية إذن استقرار في الوضع الجوية على تقريبا على كافة المناطق الشمالية خلال هذه الصباحة نسبة رطوبة عالية على الواجهة الشرقية على السوحل وكذلك مرتفعات مع ظباب لكن سيتلاشى فسحة لأجواء مشمسة صحوة بالجنوب كذلك أجواء مستقرة على الجنوب الغربي كذلك شمال الصحراء منطقة الوحات ومناطق الجنوب الشرقي لكن خلال الأمسية إن شاء الله صحوبة رعدية ستتكون على منطقة الصورة الصحراء الوسطى مرتفعة الهوغار والتاسلي إلى غاية أقصى الجنوب مع زوابة عملية كذلك ستنشط على كل من الصحراء الوسطى مناطق الجنوب الغربي درجات الحرارة خلال نهار اليوم تبقى مرتفعة نوعا ما مقارنة بالفصل إذن تفوق المعدل الشهري لأكتوبر ننتظر إن شاء الله 28 درجة على السواحل حتى 30 درجة على كل من تلمسان كذلك غليزان مع سكر شلف عند فلال بليدة كذلك تيزيوزو والبويرا 27 درجة على قسنطينا حتى 30 درجة على كل من بسكرة المغيير توقورت وولاية غرداية حتى على ولاية بشار 29 درجة على تامن راسات وحتى على جانت 30 درجة على ولاية تيندوفة بنعباس حتى 30 درجة على الصحراء الوسطى 39 درجة كعلمي قياس وتحتضل على أقصى الجنوب أما للملاحة والصيد البحري لنهر اليوم إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحول الله بحر هادئ على السواحل الوسطى والسواحل الشرقية لكن قليل إتراب على السواحل الغربية رياح ضعيفة قريبا على كافة السواحل من طيارات شرقية شمالية شرقية لن تتعدى 30 كم في الساعة هذا أحوال تقصى عن الوطن عن خارج الوطن وبالتحديد إلى قارة أوروبا إن شاء الله خلال أقول قارة أوروبا إن شاء الله خلال نهر اليوم إن شاء الله مساحة الأرصاد الجوية ترتقب سحب سوفل كثيفة مع أمطار على موسكو أربع درجات كذلك كييف تسقط الأمطار محدشن درجات أجواء مشمسة على جنوب القارة على كل من إسطنبول روما مادريد كذلك لشبونة لكن درجات الحارتر تفاعل غاية الوحدة 31 درجة على لشبونة ومادريد تنخفض على بيرلين لغاية 14 درجة سحب سوفل كثيفة على فيينا مع 20 درجة باريس كذلك أجواء مشمسة مع 27 درجة لندن كذلك تقس مشمس مع 24 درجة عن وقت غروب الشمس على مصطل العصيمة لنهار اليوم ما جورها من مدن به حول الله سيكون في تمام السادسة 21 دقيقة وللتواصف معنا دائما مواقع الأرصاد الجو الجزائرية في الخدمة نلتقي بعد الفاصل موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية موبيليس معا نصنع المستقبل عودة إليك زميلي كريم إذن كما أشرت قبل قليل خلال تقديمك لورقة أحوال الطقس لنهار اليوم حالة استقرار في الطقس تشهدها الجزائر هذه الأيام لكن هناك توقعات في الأيام المقبلة أو الأسبوع المقبل بحدود تقلبة جوية إن شاء الله يا رب كما لاحظتم نحن تحت تأثير مرتفع جوي أزوري قاوي بقيمة 1025 ميلي بار على حوض المتوسط وشمال البلاد يمنع من تسلسل كل اضطرابات الجوية من الغرب وكذلك من الوجهة الشرقية هناك منخفض جوية سود حاليا جزر بريطانيا ومتمركز هناك لكن خلال الأيام القليلة القديمة إلى غاية منتصف الشهر إن شاء الله سيعرف بعض تراجح إن شاء الله ليلتحق بداية من المحيط الأطلسي لوجه لنا طيارات غربية شمالية عربية سيعمل على إبعاد المرتفع الجوية الأزوري نحو الشرق فعليه سلسل من الاضطرابات الجوية ستتولى إن شاء الله في اليوم السادس من شهر أكتوبر إن شاء الله الجاري ننتظر بحول الله تغيير جيدري مع تراجع كذلك لدرجات الحرار بحول الله نعم شكرا لك زميلي كريم على كل هذه المعلومات والتوضيحات شكرا شكرا مشاهدين الأفاضل نعود إليكم بعد فاصل قصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من جديد أهلا بكم مشاهدين الأفاضل مواصلون معكم من خلال برنامج هذا الصباح الذي يأتيكم مباشرة عبر القناة الثالثة الإخبارية للتلفزيون الجزائري إلى غاية الساعة العاشرة بحول الله مواضيع متنوعة وأركان متفرقة بانتظاركم الآن نستهل مواضيع هذا الصباح وفي عصر الرقمنة وتنامي وسائط التواصل الاجتماعي والتكنولوجيات الحديثة تزداد وتتضاعف مخاطر الاستخدام السيء للأنترنت فما هي هذه المخاطر وما هي استراتيجية مكافحتها من قبل المصالح المختصة نتوقف اليوم عند هذا الموضوع ونجيب عن هذه التساؤلات مع ضيفنا لهذا الصباح الرائد فريد درامشية المختص في مكافحة الإجرام السيبراني بقيادة الدرك الوطني صباح الخير صباح الخير وشكرا على الاستضافة شكرا لك على قبول الدعوة شكرا بداية سيادة الرائد من باب التوعية والتنويه لو نذكر بمخاطر الاستخدام السيء للأنترنت وقبل الحديث عن إمكانية مجابهتها ومكافحتها فيما تتمثل هذه المخاطر حتى نضع المشاهد دائما في الصورة أولا إذا سمحتي يجب تعريف بالنسبة للقانون الجزائري ما هو أصلا الجريمة المعلومتية أو الجريمة الإلكترونية تفذل يعني بالنظر للمادة 2 من القانون 0904 المؤرخ بتاريخ 5 أوت 2009 ليعرف أن الجرائم المعلومتية أو السيبيرانية هي كل الجرائم التي نص عليها القانون سابقا فعبر المادة 394 المكرر والتي تم تعديلها وفقا للقانون سابقا للقانون سابقا للقانون سابقا للقانون وفقا للقانون وفقا للقانون وفقا للقانون بأمن الوطن والمواطن هي تعتبر جرائم إلكترونية نعم طيب قبل الحديث عن استراتيجية مجابهة هذه الجرائم الإلكترونية لو نضع أولا المشاهد في الصورة ما هي الجرائم التي قد تهدد أمن المواطن خلال استخداماته لمواقع التواصل الاجتماعي أو خلال استخداماته للتكنولوجيات الحديثة هي كل الجرائم الإلكترونية رأي تهدد المواطن وكذلك الوطن ولكن هناك كثير من الجرائم التي تتردد بصفة كثيرة وعددها كثير بالنسبة للقضايا المعالجة على مستوى المصالح المختصة لمكافحة الإجرام السيبراني بقيادة الوطنية وخاصة هي التشهير الإبتزاز انتحال الشخصية والنصب والاختيال باستعمال تكنولوجيات العلام والاتصال نعم فيما يخص هذه الجرائم جرائم التشهير والنصب والاحتيال التي قد يتعرض لها المواطن أو مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أثناء الاستخدام السيء والمبالغ فيه لهذه الوسائط التكنولوجية الحديثة ما هي آخر المعلومات والإحصائيات المتوفرة لديكم بقيادة الدرك الوطني بهذا الخصوص إذا تحدثنا مثلا على سنة 2022 تم معالجة على المستوى المركزي ما يفوق 2316 قضية بمختلف أنواعها وإذا تحدثنا على المستوى الوطني يعني كل المصالح المختصة لمكافحة الإجرام السيبيراني التابعة لقيادة الدرك الوطني والمتواجدة حتى على المستوى الإقليمي تم معالجة ما يفوق 4,800 قضية فيما يخص 2316 قضية تتمفصل على عدة محاور فيها ما يفوق 114 طفل قاصر كذلك ما يفوق 15 قضية تخص المؤسسات يعني الأشخاص المعنويين حتى المؤسسات لم تكن في غينا على هذا النوع من الجرائم سواء خاصة أو عمومية كذلك فيه ما يفوق 1700 قضية تخص الأشخاص الطبيعيين يعني فيه عنصر نسوي ما يفوق 400 قضية والباقي عبارة عن ذكر نعم ذكرت الآن أو أشرت إلى نقطة مهمة وهي ارتفاع قضايا التي تتورط فيها الأطفال أو تعرض فيها الأطفال للنصب والاحتيال أكيد أكيد ليس النصب والاحتيال فقط وإنما كل الجرائم بمختلف أنواعها التي مست الأطفال فإذا تحدثنا مثلا على سنة 2023 ولم تتهي السنة بعد تم معالجة ما يفوق 164 قضية تخص الأطفال فقط فيها كل أنواح فيها التشهير الإبتزاز التهديد قرصنة الحسابات سرقة الصور انتحال الشخصية وما إلى ذلك ولكن الشيء الصعيب في الجريمة الإلكترونية هو خصائصها ونوعيتها لأنه فيه بعض الأمورات وفيها ضرر مع الزمن لأنه إذا تم قرصنة مثلا حسابات وسرقة صور أو فيديوهات خاصة إذا كانت فيه نوع من صور حميمية وما إلى ذلك أو صور محتشمة صعيب أنك تزول من الأنترنت ولا تنزحها من الأنترنت غرام أنه فيه مجهودات جبارة في هذا الإطار وفيه عنا مكتب خاص في هذا الإطار يعني يتم تبليغه والتنسيق معه من أجل محاولة التنسيق مع مقتلف مقدمين خدمات عبر المنصات التواصل الاجتماعي من أجل حذف هذه الصور نعم 164 قضية تم أحصاؤها وتسجيلها فقط فيما يخص لغاية يومنا هذا منذ بداية سنة 2023 فقط فيما يخص الجرائم الإلكترونية لدى فئة الأطفال لدى فئة الأطفال نعم ذكرت أيضا وأشرت إلى نقطة مهمة وهي قرصنة الحسابات وهو أمر قد يتعرض له كل مستخدمين مواقع التواصل حتى البالغين نعم حتى البالغين لن نتكلم هنا عن الأطفال فقط هنا كيف يمكن حماية أنفسنا من هذه الظاهرة أولا وقبل كل شيء يعني فيه توجيهات خاصة يعني عموما نعطوها للمواطن الجزائري وخاصة هي الإشكال الكبير هو التخلي عن الشرائح المستعمالي يعني الشرائح الهاتفية دائما نوصل المواطن أنه لما ما يكونش يستعبل شريحة هاتف يعني أبندنيها ما يستعمل للمدة ثلاثة شهر لأنه القانون واضح في هذا الإطار يعني يقلعوها له يعطوها الزابون آخر الكثير من الأحيان الزابون الثاني هو يستعمل هذا الشريحة من أجل الولوج إلى حساب الشخص الأول يعني دائما اقتران الحساب على مواقع التواصل الاجتماعي دائما نحاول نديروه ب معلومات مفعلة ومعلومات مؤكدة ومعلومات نستعملها دائما يعني دائما نستعمل رقم هاتف خاص بنا لدائما دائما نمقوم نحافظه عليه في حال التخلي عنه لازم نقلعوه 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 من حساب هذا ونديروه رقم هاتف ثاني هذه من جهة من جهة أخرى دائما نأكدو على ضرورة تفعيل المسادقة الثنائية يعني نديروه رقم الهاتف أو الإيميل ونزيدوه معاه تفعيل المسادقة باستعمال جهاز الهاتف الذكي المستعمل يوميا وما إلى ذلك فيه شروط آمان كثيرة ممكن أن المواطن يستعملها ويستنجد بها في حال القرصنة أو قبل القرصنة من أجل تأمين حسابه وفي هذا الإطار إن شاء الله يكون فيه مأمن ولكن حتى ولو تعرض لأي اختراق تكون عنده عدة مجالات من أجل استرجاع حسابه هذه من جهة من جهة ثانية دايما نأكدو على المواطن أنه فيه مصالح مختصة على مستوقية الدرك الوطني وهي مختصة وعندها كفاءات كبيرة من أجل التصدي لهذا الجرائم يعني في حالة تعرض لهذا النوع من الجرائم ما لازمش يتردد ولازم يقدم شكوى ويحاول يشجع وما يترددش حتى ولو كان عنده اعتبارات خاصة في هذا الحساب ولكن الهدف الأسباب هو إعادة استرجاع الحساب وتفادي مثل هكذا جرائم بتقديم شكوى نعم تتحدث الآن عن ضرورة تقديم شكوى لدى التعرض لجريمة إلكترونية أو التعرض لقرصنة الحسابات ربما العديد من المواطنون يجهلون آليات هذه الخطوة أو كيف يمكن القيام بهذه الخطوة نحن هنا من باب التوعية والتنويه لو نواعي المواطن بضرورة تقديم شكوى وكيف يمكن ذلك يعني فيما يخص قيادة درك الوطني هي عملية بسيطة يعني مثلها مثل الجرائم الباقي الجرائم يكتفي المواطن أنه يتقدم لأقرب فرقة إقليمية يسكن من قدامها ولا تكون في الإقليم عنده يتقدم لأقرب فرقة إقليمية ويتقدم بشكوى عادية مثل باقي الشكوى دون نظر لخصوصيات هذا النوع من الجرائم لأنه فيه وناس مختصين أو محققين مختصين في هذا المجال اللي نسموهم احنا محققين في تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتم تكوينهم على مختلف مراحل لمدات زمنية معتبرة وفي عدة مجالات تخصص من أجل مواجهة هذا النوع من الجرائم هم اللي راح يتكفلوا بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية في تلقي الشكوى ورفع الشكوى لدى المواطن وبعد ذلك يتواصلوا معه سواء للدرجة الأولى على المستوى القاعدة والوحدات الإقليمية مع محقق تكنولوجيات الإعلام والاتصال من أجل فك اللغز الجريمة في حال صعوبة هذا النوع من الجرائم يتقوم المحقق بحد ذاته بالاتصال بالمصلحة المركزية لمكافحة الإجرام السيبيران بقيادة درك الوطني والتنسيق مباشرة معه من أجل استرجاع كل ما هو تقني وتعريف المجرم وتقديمهم لدى الجهات القضائية نعم لما تحدث عن الجريمة الإلكترونية أو الجريمة المعلوماتية تختلف عن الجرائم الأخرى بعدة لها عدة خصائص ومميزات تميزها أكيد أكيد الجريمة الإلكترونية عندها خصائص في الزمان والمكان وخاصة في الضرر لأنه إذا تحدثنا مثلا على جريمة سب وشتم أو نشر صور بصفة عادية في العالم الحقيقي راح تكون الأثر تحاة آنية ومحصورة في البقعة الجغرافية ولكن إذا تحدثنا على هذا النوع من الجرائم في الأنترنت في حال نشر صورة عبر الأنترنت تخص مواطن وتسبب له ضرر معنوي ضرر معنوي راح يكون هناك ضرر متواصل لأن الصورة هذه تنتشر بصفة تلقائية عبر كل المناطق وكل شخص عبر العالم ممكن أن نشوفها هذه من جهة من جهة ثانية حذف هذه الصورة رأي شيء صعيب يعني ممكن أنه في هذه المرحلة تبعى هذه الصورة ممكن تختفي ممكن تعاود بعد أيام بعد أشهر بعد سنين هذه من جهة من جهة أخرى الضرر قلنا إذا كان عدد الناس اللي شوفوا الصورة هذه عوض اللي شوفها إنسان واحد شوفها المئة والملايين الضرر راح يكون كبير كذلك قلنا أنه ممكن تعاود معنى المدة الزمنية راح تكون كبيرة للضرر هذا لهذا دايما نقول أنه الجريمة المعلوماتية عندها ميزات خاصة به هذه دون النظر إلى خصوصياتها من الجانب التقني لأنه ما يعرف به الدليل الرقمي الدليل الرقمي ممكن أنه يختفي ما بين ثانية وأخرى لذا عندها خصوصيات وكيفية التعامل معها وكيفية رفعها هذا النوع من الجرائم والتصدلها وهذا ما يتم تكوينه لمحققية تكنولوجيات الإعلام والاقتصال على مستوى مختلف مدارس قيادة درك الوطني نعم اليوم هناك جهود حفيثة تبدل من قبل المصالح المختصة في مكافحة الإجرائم السيبراني بقيادة الدرك الوطني من أجل مجابهة ومكافحة الجريمة الإلكترونية والمعلوماتية بشتى أنواعها ما هي استراتيجيتكم من أجل مجابهة هذه الجرائم أكيد هذه الاستراتيجيات تم تصطير لها يعني عبر عدة سنوات وهذا منذ بداية سنوات 2000 وانفتاح السوق الجزائري على العالم الرقمي وتكنولوجيات الإعلام والاقتصال وببداية استعمال أول تكنولوجيات الإعلام والاقتصال والجهاز المحمول وكذلك تعميم استعمال الأنترنت عبر مختلف الوسائط والوسائل يعني تم عصرنة مؤسسة الدرك الوطني من ناحية التنظيمية القانونية والتقنية على مختلف الأصعداء من أجل مواكبة تكنولوجيات الإعلام والاقتصال بحيث تم تسخير كل المجهودات اللازمة من حيث التنظيمي والقانوني كذلك بإشراك مختلف المؤسسات الجمهورية وتحيين الترسان القانوني التي تسمح لضباط الشرطة القضائية بأداء أعمالهم على أحسن وجه تجريم هذا النوع من الجرائم كذلك كذلك من ناحية تقنية تزويد المحققين ومختلف المصالح به مختلف البرمجيات والأجهزة من أجل التصدي لهذا النوع من الجرائم دون نسيان العامل البشري وهو العامل الكبير والنقطة الرئيسية بتكوين مختصين سواء ضباط صف ضباط على المستوى المحلي وخارج الوطن كذلك عبر مختلف الأطوار ومختلف الشهادات من أجل المجابهات هذا النوع من الجرائم مع التأكيد دائما على التكوين المتواصل وتحيين معارف هؤلاء الأفراد نعم إذن مساعي المصالح المختصة في مجابهة أو مكافحة الإجرام السيبراني بقيادة الدرك الوطني يعني متواصلة أكيد سيدتي أكيد من أجل ضمان أمن المواطن في عالمه الرقمي وفي فضائه الرقمي ما هي ربما آخر التقنيات والتكنولوجيات المعمول بها في مجابهة مختلف أنواع الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية في ظل تنامي اليوم الثورة الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في العالم أولا يتم دائما اقتناء آخر تقنيات وآخر برمجيات المواجهات هذا النوع من الجرائم ودون النظر إلى هذا الجانب يجب التأكيد كذلك أنه يعني عملت مؤسسة الدرك الوطني جاهدة وساعة جاهدة من أجل وضع قناة يعني اتصال مع أكبر مزودي مقدمي ومقدمي خدمة الأنترنت وخاصة ذوي المسيرين لمختلف منصات التواصل الاجتماعي من أجل التنسيق معهم على غرار منصة تيك توك على غرار مجموعة ميتا التي تحوز على انستغرام واتساب ومسنجر وفيسبوك من أجل التنسيق المباشر معهم وتعريف المجرمين وخاصة كل ما يدخل في شق حماية الأطفال وشخص في خطر وتعريف الجونات وتقديم لدى الجهات القضائية وذلك بيسترجاع كل ما هي معلومات تقنية التي تسمح لإدارة التحقيقات نعم طيب نتوقف في هذه النقطة سيادة الرائد فريد درامشية ننتقل الآن دائما نسلط الضوء في برنامجنا على جهود مصالح الدرك الوطني لحماية أمن المواطن سواء حماية أمن المواطن في عالمه الافتراضي أو أيضا في عالمه الواقعي وفي الطرقات والآن ننتقل إلى ركن مسالك وطرقات في تقديمه الزميلة رتيبة عبديش لتعرفنا على حالة الطرقات لنهار اليوم صباح الخير رتيبة صباح الخير رتيبة تفضلي صباح الخير لنا صباح الخير للزملاء في استوديو هذا الأخبار صباح الخير لكل من يشاهد ويتابع برنامج هذا الصباح على الإخبارية الثالثة متواجدون الآن زميلتي كما قلت في مقر قيادة الدرك الوطني بشراجة وبالتحديد في غرفة العمليات لنرصد لكم حال المسالك والطرقات اليوم للحديث أكثر مشاهدين الكرام عن تفاصيل حال الطرقات والمسالك نسعد باستضافة الرائد سمير بوشحيت صباح الخير سيدي صباح الخير لكم جميعا ولكل مشاهدي القناة نعم يعني لو تضعنا في صورة حال الطرقات والمسالك اليوم نعم فيما يخص حالة شبكة الطرقات العابرة لإقليم اختصاص الضرك الوطني نطمئن يعني جميع المواطنين بأن جل الطرق الوطنية مفتوحة للسير نطمئن جميع المواطنين خاصة السواق منهم بأن جل الطرق الوطنية مفتوحة للسير مع ذا بعض المقاطع التي تعاني بعض الصعوبة أو بها حركة بطيئة بسبب يعني بعض الأشغال أو بسبب كتافة السيولة المرورية نذكر أهم هذه الطرق خاصة بولاية الجزائر العاصمة ذات الكتافة المرورية الكبيرة جدا إذن لدينا الطريق السريع الغربي الرابط بين بلدية زيرالدا بلدية بالعكنون يشهد صعوبة في السير أو حركة المرور به بطيئة جدا بسبب كتافة السيولة المرورية كذلك لدينا الطريق السريع الجنوبي الرابط بين بلدية رويبا وكذلك الضار البيضاء بالضبط بمنطقة كوسيدار به صعوبة في السير أو كذلك حركة المرور به بطيئة جدا بسبب كما قلت يعني كتافة السيولة المرورية هناك الطريق الوطني رقم واحد بمنطقة باب علي كذلك به كتافة مرورية كبيرة جدا حركة المرور به بطيئة بعض النقاط بها ازدحام مروري كمنطقة سالة المرجع كذلك أو بعض المناطق الطريق الوطني رقم 36 الرابط بين أولاد فايت والطريق السريع الغربي كذلك به ازدحام مروري كبير جدا وحركة المرور به بطيئة هنا ننصح السواق يعني بضرورة ضبط النفس واحترام مسافة الامان وتخفض السرعة أثناء السير هذه يعني جل الطرق اللي بها كتافة مرورية كبيرة خاصة خلال يوم الأحد أو بداية الأسبوع بولاية الجزائر العاصمة هناك بعض الطرق خاصة من طريق السيار بولاية عين الدفلة الرابط بين ولايتي عين الدفلة والبوليدة بمنطقة بومدفع باتجاه جزائر العاصمة حركة المرور به بطيئة بسبب أشغال تهيئة الطريق كذلك بولاية بويرا هناك بعض النقاط لبها ازدحام مروري بسبب كذلك أشغال تهيئة الطريق خاصة بمنطقة العجيبة ونفق عين شريكي باتجاه ولاية الجزائر العاصمة نعم هل فيه اليوم يعني مع بداية الأسبوع تسجيل لحوادث المرور بالفعل تم تسجيل خلال هذا اليوم أو تدخلت بالأحرى وحدات الدرك الوطني بولاية بومردس صباحة هذا اليوم من أجل تسهيل حركة المرور وتقديم يد المساعدة للمواطنين بطريق سياس شغرب بمنطقة خميس خلشنا باتجاه ولاية البوليدة بسبب وقوع حادث مرور أي انحراف حافلة لنقل المسافرين تعمل خط عن نبا ولاية مستغانم مما خلف هذا الحادث للأسف إصابة عشر أشخاص بجروح مختلفة وفتحت فرقة الدرك الوطني تحقيقا معمقا في حيتيات هذا الحادث ما هي ربما أهم أوقات الظروة لتسجيل لحوادث المرور بالنسبة لأوقات الظروة التي يتم تسجيل فيها يعني صعوبة في السير تكون خاصة في الصباح الباكر مع بداية يعني يوم الأحد دائما تكون فيها كتافة مرورية كبيرة جدا ابتداء من الساعة السابعة صباحا أو من السادسة ونصف صباحا حتى الساعة العاشرة صباحا بسبب تنقل كم هائل من المركبات والعمال إلى مناصب عملهم أو إلى أماكن عملهم خاصة بوسط ولاية الجزائر العاصمة إذن في ظل يعني عدم وجود شبك الطرقات تستوعب هذا الكم الهائل من المركبات إضافة إلى بعض أعطاب المركبات التي تحدث من حين لآخر على مستوى شبك الطرقات خاصة بالطريق السريع الغربي الرابط بين بلدية زيرالدة وبئر مراد رايس ليشهد ازدحام مروري كبير جدا كل يوم كما قلت بي أو بسبب بعض أعطاب المركبات وكذلك عدم احترام مسافة الأمان نجد كذلك العمال يتنقلوا في وقت واحد إلى أماكن عملهم دون وضع برنامج يعني يفيدهم في تنقلهم إذن لما تنقل العمال كامل في وقت واحد وبمركباتهم الخاصة إذن هنا تكون فيه ازدحام مروري كبير جدا يصعب التحكم فيه من طرف وحدات الضرك الوطني رغم أنها وضعت يعني يوميا تضع نقاط ثابتة وأخرى متحركة وضوريات كذلك على مستوى هذا الطريق وعلى مستوى يعني مداخل الجزائر العاصمة ككل أو على مستوى الولايات بها كتافة مرورية كبيرة جدا دائما فيه يعني مخطط يوضع منذ الصباح احتداء من الساعة السادسة صباحا حتى العاشرة في أوقات الدروة من أجل تسهيل حركة المرور وتقديم يد المساعدة للمواطنين كذلك تسهيل مرور المواكب القوافل كذلك وسيارات الإسعاف دائما وحدات الضرك الوطني جاهزة يعني منذ الصباح الباكر من أجل تخفيف هذا الضغط على وسط الجزائر العاصمة ومن أجل توفير سيولة مرورية وانسيابية في حركة المركبات تكون تعود بالفائدة على مواطنين ومن أجل تنقلهم في راحة وأمان إذن على المواطنين كذلك أن ننصحهم بضرورة استعمال وسائل النقل الجماعي من أجل تخفيف هذا الضغط على هذه الملاطق لتشهد كتافة مرورية كبيرة جدا نعم شكرا لك رائد بوشحيت على كل هذه المعلومات فيما يخص حال المسالك والطرقات اليوم الأحد مع بداية الأسبوع إذن جنيلة لينا هذا يعني فيما يخص حال ومسالك الطرقات أترك إليك يا الخل نعم شكرا لك زمية نارة باعبديش كنت معنا مباشرة من مقر قيادة الدرك الوطني بشراجة شراجة الشكر موصول لك ولضيفك يا الكريم على هذه المعلومات والتوضيحات بخصوص حالة الطرقات لنهار اليوم عودة إلى ضيفنا الرائد فريد درامشية المختص في مكافحة الإجرام السيبراني بقيادة الدرك الوطني تحدثنا قبل قليل عن مختلف أنواع الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية تطرقنا أيضا إلى سبل مكافحتها والاستراتيجية المسطرة من قبل المصالح المختصة بقيادة الدرك الوطني في مكافحتها ومجابهتها الآن ربما كسؤال أخير هل هناك حملات تحسيسية موجهة للمواطن ولمستخدمين الانترنت بصفة عامة بهذا الخصوص للوقاية من الجرائم الإلكترونية أكيد دائما في كل مناسبات تكون هناك حملات تحسيسية فمثلا في نهاية السنة الماضية وبداية سنة 2023 تم البداية والشروع في حملة تحسيسية كبيرة نوعية التي دامت عدة شهور من أجل تحسيس المواطن الجزائري ضد كل ما هي مخاطر الخاصة والمتعلقة بالتسوق الإلكتروني إذا صح الأمر لأنه كثير من الناس يكون فيه عنده خلط ما بين التجارة الإلكترونية والتسوق الإلكتروني لأنه هنا في الجزائر حاليا أكيد فيه منصات تخضع للتجارة الإلكترونية حسب ما نص عليه القانون 18-05 الخاص بالتجارة الإلكترونية ولكن بقية النشاطات هي عبارة عن بيع وشراء عبر الأنترنت وليس تجارة إلكترونية بحتها لأنه التجارة الإلكترونية بحد ذاتها حسب ما نص عليه القانون الجزائري يضمن عدة خصال في صالح الزبون والبورد كذلك إذا تحدثنا قلنا على الحملة التحسيسية قلنا في كل مرة تكون فيه هناك حملة تحسيسية في الدخول المدرسي في ظهور عدة مخاطر جديدة عندما نلاحظ لأنه فيه المصالح المختصة لقية الدرك الوطني هناك فرع خاص بترصد كل ما يمس بالمواطن الجزائري وخاصة من ناحية التصيد الإلكتروني وما إلى ذلك لكل ما تكون هناك حملات شريسة كبيرة تستهدف المواطن الجزائري تكون كذلك نواكبها على مستوى قية الدرك الوطني بحملات تحسيسية لهذا دائما نرافق المواطن الجزائري شكرا لكم سيادة الرائد فارد رمشية المختص في مكافحة الإجرام السيبيراني بقيادة الدرك الوطني شكرا لك على كل هذه المعلومات والتوضيحات والشكر الموصول لمصالح الدرك الوطني وجهودهم المبدولة من أجل مكافحة الجريمة الإلكترونية جزيل الشكر لكم ودائما الرقم الأخضر في خدمة المواطن 10.55 وكذلك الموقع الشكوى المسبقة بPGN.MDN.DZ شكرا لك شهدين الأفض المواصلون معكم بمواضعنا وفقراتنا لهذا الصباح بعد فصل قصير موسيقى 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 أهلا بكم من جديد مشاهدنا لفظ المواصلون معكم إلى غاية تمام الساعة العاشرة بحول الله بمواضيعنا الإخبارية والخدمة أيضا والآن إلى ركن حوادث المرور هذا الركن الذي نتطرق فيه دائما في هذا الصباح إلى أسباب وعوامل ارتفاع أرقام حوادث المرور وأيضا أهم التدابير والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها من أجل مجابهة هذه الظاهرة التي تهدد أمنى طرقاتنا موضوعنا اليوم في هذا الركن أو في هذه الفقرة هو ارتفاع حوادث المرور في المناطق الحضارية لماذا وما هي الأسباب تجيب عن كل هذه التساؤلات طيفتنا لهذا الصباح فاطمة خلاف مكلفة بالإعلام بالمندوبية الوطنية للوقاية من الحوادث بالطرق صباح الخير صباح الخير صباح الخير كل المشاهدين الأعزاء اللي يتابعون اليوم في برنامج هذا الصباح صحيح أن ظاهرة حوادث المرور ارتفعت مؤشراتها خلال سنة 2023 على المستوى الوطني فظلنا اليوم أن نتحدث عن المناطق الحضارية وحوادث المرور في المناطق الحضارية وما يميز المناطق الحضارية عن المنطقة الريفية سواء من حيث شبكة الطرق من حيث النسيج العمراني من حيث الديناميكية والحركية التي تميز المناطق الحضارية ونحن نعلم أنه كلما كانت هناك ديناميكية كلما كانت هناك حركية كلما كانت هناك نسبة تنقلات كبيرة كلما ارتفع احتمال وقو حوادث المرور لماذا ترتفع بالمناطق الحضارية؟ ما الذي يميز المناطق الحضارية عن غيرها من المناطق؟ هي لا ترتفع في المناطق الحضارية مقارنة بالمناطق الريفية لكن هناك خصوصيات تميز المناطق الحضارية الخصوصيات التي تميز المناطق الحضارية لأنها مجمعات سكانية تكثر في المناطق أو لماذا نسميها منطقة حضرية لأنها تضم مجموعات سكانية كثيفة حركة كبيرة للتنقلات سواء عن طريق المركبات أو عن طريق المشي فئة الراجلين يتمتعون بنسبة كبيرة من التحر الحركية والتنقلات داخل المناطق الحضرية بالإضافة إلى أن المناطق الحضرية في حد ذاتها هي مركز تجاري مركز اقتصادي مركز خدماتي مركز إداري يعني تواجد هذه المرافق سواء كانت مرافق خدماتية أو مؤسسات أو هياكل يحتاجها المواطن هذا يجعل من المناطق الحضرية قبلة لعدد كبير أو عدد هائل من مستعملي الطريق عدد هائل من المواطنين ومن مختلف المناطق وبالتالي هذا يرفع أكيد مؤشر وقو حوادث المرور لكن ما يميز المناطق الحضرية هو أنه على الرغم ربما من كثرة عدد الحوادث لكن تبقى الخطورة أقل الخطورة داخل المناطق الحضرية هي أقل منها خارج المناطق الحضرية لماذا؟ لأن السرعة محددة داخل المناطق الحضرية هي سرعة أقل بالإضافة إلى أنه ربما البطء في حركة المرور أو الازدحام أو الاختناق في بعض محاور الطرق داخل المناطق الحضرية يجعل من أن الحوادث لما تقع حوادث التصادمات لما تقع تكون خطورتها أقل بالإضافة إلى أن النسيج العمراني الذي يميز المناطق الحضرية يجعل من الأزقة والشوارع والطرقات ربما أقل عرضة للتصادمات أقل عرضة لحوادث المرور لماذا؟ لأن المواطن أو السائق يكون أكثر حذرا داخل هذه المناطق نعم لكن ربما أذرار حوادث المرور التي تحدث في ملاطق الحضرية تكون أقل ضررا من حوادث المرور الأخرى صحيح صحيح لأنه كما قلنا السرعة المنخفضة التي لا تتعدى 50 كم في الساعة بعض المقاطع الطرق السرعة قد لا تتعدى حتى 30-40 كم في الساعة فلنتخيل حادث التصادم بسرعة 40-50 كم في الساعة ليس نفسه حادث التصادم بسرعة 120 كم في الساعة الأكيد أن الحصيلة في كلتا الحادثين ستكون مختلفة لذلك لأن المناطق الحضرية حوادث المرور التي تقع رغم العدد يكون كبير نظرا لأنه العناصر التي تركب المنطقة الحضرية إشارات المرور حركة السيارات حركة الراجلين حركة المحلات كل هذه العناصر قد تشوش تركيز السائق إذا كان مهملا لقواعد وقوانين السلامة أو تجعله أكثر تركيزا إذا كان من السائقين الذين يعطونا أو يولون أهمية لسياقة السليمة أو السياقة الآمنة لكن قد تحدث المخالفات المرورية وعن المخالفات المرورية تنجر حوادث مرور لكن تبقى الخطورة أقل منها المسجلة خارج المناطق العمرانية لكن ما يميز كذلك المناطق الحضرية هي حركة الراجلين وربما هذا كذلك من العناصر التي ترفع احتمال الوقوع الحوادث داخل المناطق الحضرية حركة الراجلين هي حركة كثيفة حركة مستمرة نحن نعلم أن المنطقة الحضرية كذلك ما يميزها هي طول ساعات الحركية يعني طيلة ساعات النهار هناك حركية وهناك استعمال المركبات بالإضافة إلى الفترات الليلية حتى خلال الفترات الليلية نجد المناطق والحوادر الكبرى فيها ديناميكية وفيها تنقلات وفيها حركية حتى بالنسبة لفئة المشات أو فئة الراجلين ولما يكون هناك حركية لفئة الراجلين يكون هناك احتمال وقوع التصادمات واحتمال وقوع حوادث المرور خاصة في الفترة التي تكون فيها موسم دراسي والدخول الاجتماعي حتى خلال موسم العطل نجد داخل المناطق الحضرية هناك حركية للرجلين هذه الأيام تشهد طرقاتنا ازدحاما مروريا تزمنا مع دخول الاجتماعي فيجب التوعية أكثر بهذا الخصوص صحيح صحيح خاصة وأنه الازدحام المروري في كثير من الحالات ربما نظرا للعدد الهائل من المركبات داخل المناطق الحضرية هناك خلل بين شبكة الطرق بين النسيج العمراني وحركة مستعملي الطريق عدد المركبات التي تحتاج إلى هذه المرافق وإلى الولوج إلى المناطق أو الحواضر والمدن الكبرى إذن هذا الخلل الذي نعاني منه اليوم إن جر عنه هذا الازدحام المروري تجدين بعض المقاطع أغلبية هذه المقاطع تؤدي إلى مرافق الخدمات داخل الحواضر وداخل المدن المواطنون يخرجون كما قال الرائد ممثل قيادة الدارك الوطن يخرجون في وقت واحد لبلوغ أهداف معينة لبلوغ مناطق أو مرافق معينة وبالتالي نظرا لهذا الخلل المتواجد بين عدد المركبات وبين شبكة الطرق وبين النسيج العمراني للمدينة الذي ربما فيه أزقة ضيقة فيه طرقات ضيقة فيه اتجاهات مرور واحدة الأكيد أنه نتيجة تكون مثل هذه شكرا لك فاطمة خلف مكلفة بالإعلام بالمندوبية الوطنية للوقاية من الحوادث بالطرق شكرا لك على كل هذه المعلومات والتوضيحات موضوع اليوم كان حول حوادث المرور في المناطق الحذرية شكرا لك شكرا شكر موصول لكم شهدنا ألا فاضل مواصلون معكم بمواضيع وفقرات متعددة ومتنوعة لكن بعد فصل قصير شكرا لك شكرا لكم اشتركوا في القناة 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 والمختصين واهل الاختصاص في مجالات الصحة وايضا امر اصبح يشغل اهتمام وبال المواطنين والمرضى من مختلف الفئات لماذا؟ اولا وقبل كل شيء اود ان اشكركم على اختيار الموضوع هو موضوع حساس ومهم جدا لماذا؟ لان هذا الموضوع قد يشكل مشكل صحة عمومي حقيقي فعلا ونحن نشهد فوضى عارمة في اقتناء الأدوية من الصيدليات بطريقة عشوائية قد لا يعي المواطن او المريض في حد ذاته خطر هذا الاقتناء على صحته ما قد يشكله على صحته بصفة مباشرة او على الصحة العمومية بصفة عامة وما قد يكبد يعني الخزينة العمومية من اموال طائلة يعني في حالة ما وصلنا الى المضاعفات هو امر لا ينتبه له الكثيرون ان هذا الاقتناء العشوائي للدواء هو امر يعني خطير في حقيقة الامر لان يعني الطبيب المباشر هو المخول الوحيد لمراجعة المريض وتشخيص المرض يعني تشخيص المرض ووصف الدواء هو اهم مرحلة في العلاج وليس اقتناء الدواء في حد ذاته يعني اقتناء الدواء هو اخر مرحلة هو تحصيل حاصل يذهب المريض الى الصيدلية ويقتني الدواء ولكن بعد هم مرحلتين من العلاج وهما اولا التشخيص من طرف الطبيب المختص طبعا او طبيب العائلة او الطبيب العام او والتاني مرحلة هي وصف الدواء المناسب للمرض اما اقتناء الدواء فهو يعني تحصيل حاصل نذهب الى الصيدلية ونقتنيه ولكن للأسف نشهد يعني بعض التصرفات يعني التي قد يقبلها العقل انه المريض هو من يذهب الى الصيدلية ويطلب الدواء بنفسه مثلا نجد ان المريض يذهب الى الصيدلي ويطلب مضاد حيوي مثلا ويسمي هذا المضاد الحيوي للصيدلي وللأسف الشديد ايضا الصيدلي يعني يعطي المريض هذا الدواء ويدفع تأمانه ويخرج يعني يحمل كيس الدواء في يده وكان الأمر انتهى ويعني المريض قد عولج وهو يعني أمر كما قلنا هو أمر خاطئ تماما نعم طيب ما هي المضاعفات الصحية أو الخطورة التي قد يسببها هذا السلوك العشوائي نعم المضاعفات ويعني يعني التعقيدات التي يمكن أن يتسبب فيها هذا السلوك يعني لا تعد ولا تحسى هي قائمة طويلة نبدأ أولا من أن الأدوية هي يعني مواد كيميائية توصف في حالة أنه المريض يعاني من مرض معين ولكن لما يصبح الدواعف هو مصدر الدواعف هنا هو المشكلة يعني نحن نتناول الأدوية بصفة اضطرارية في حالات مرضية معينة ولكن نتناولها بصفة مستمرة كل يوم ولكن لما نتناول هذا الدواء بصفة عشوائية كما قلتي ممكن أنه يتسبب في مضاعفات خطيرة على صحة جسم الإنسان لعل أهمها يعني هي الآثار الجانبية التي قد تسببها الأدوية والتي لا يمكن أنه المريض لا يعيها مثل الآثار التي تمس الجهاز الهضمي بدرجة الأولى القيء الدوخة الغثايان يعني حتى أنه بعض الأدوية قد تسبب آثار خطيرة مثل مثلا مضادات الالتهاب لزنطي انفلاماتور ممكن أنه تناولها بصفة متكررة ومستمرة ودون مراجعة ومراقبات الطبيب ممكن أنها تسبب حتى في قرحة المعدة وممكن أنه تصل الأمور إلى نزيف المعدة وهو يعني من المضاعفات المعروفة لهذا التناول العشوائي والغير مراقب من قبل الطبيب خاصة أن هؤلاء الذين يعانون من آلام في المفاصل يعني يلجأون بصفة متكررة لتناول المسكينات ومضادات الالتهاب لتخفيف هذه الألام دون الوعي بالمخاطر التي يمكن أن تسببها مثلا الصداع يعني أشخاص ممكن أنهم يعانوا من صداع بصفة متكررة ولكن لا يزورون الطبيب لمعرفة أسباب هذا الصداع الصداع له أسباب عديدة يمكن أنه تكون مثلا هو صداع نصفي ممكن أنه يكون أسبابه هو ارتفاع ضغط الدم ممكن ارتفاع نسبة السكر في الدم إذن يجب معرفة السبب لتشخيص المرض ووصف الدواء المناسب من بين الآثار الأخرى يعني التي يمكن لا يعيها المريض لما يقتني الدواء بصفة عشوائية هي يعني أنه ممكن لو تناول دواءين يعني مع بعض ما يمشيش الحال ممكن أنه يعني مفعول الدواء مع الدواء آخر أنه يفاقم الأمر وممكن أنه الدواء هذا الدواء يطبط مفعول الدواء الآخر دون وعي منه وممكن أن نلاحظ هذه الأمور خاصة لدى أصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض السكري وضغط الدم يعني ليتناولوا في بعض الأحيان ما يرجعوش طبيب كل ثلاث أشهر ويدهبوا مباشرة إلى الصيدة لي لإعادة يعني اقتناء الدواء بصفة متكررة ربما في هذه النقطة بالتحديد ربما مخاضر تناول الأدوية بطريقة عشوائية قد تتضاعف خاصة لدى فئة مرضى السكري أو مرضى أصحاب الأمراض المزمنة أكيد مرضى السكري يجب أن يخطعوا إلى مراقبة مستمرة تقريبا كل ثلاث أشهر يجب عيادة الطبيب المراجع ويعني وصف الأشعة والتحاليل اللازمة لمراقبة يعني عمل وظائف حيوية في الجسم خاصة ونحن نعرف أنه هذه الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم الشرياني وارتفاع نسبة سكري في الدم ممكن أنها تسبب تعقيدات البعيد وممكن أنها تسبب يعني تصيب وظائف حيوية مهمة في الجسم وهي الكيلة يعني يجب مراقبة وظيفة الكيلة ووظيفة الكبد بصفة مستمرة ودورية لأنه مثلا مريض السكري الذي يتناول أقراص يعني بصفة يعني وما يتناولش الأنسولين لخفض نسبة السكري في الدم هذا الدواء في حد ذاته يعني لو كان هناك يعني موانع الاستعمال لها أنه وظيفة الكبد مثلا تكون يعني غير جيدة هنا الطبيب يلجأ إلى تغيير الدواء ويغير من الأقراص إلى الأنسولين نفس الشيء بالنسبة لضغط الدم مثلا هناك بعض الأشخاص يعني يتناولوا مدرات البول ولما يتناول مدرات البول ويصبح هناك يعني هناك مضاعفات على مستوى عضلة القلب ويصبح المريض يصاب بقصور في عضلة القلب هنا يعني هذا التناول مدرات البول وهي تخفض ضغط الدموي وأيضا في نفس الوقت رح تضر عضلة القلب وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة ممكن حتى يعني لا سمح الله تصل إلى يعني توقف عمل القلب بصفة تلقائية نعم طيب شكرا لك دكتورة وسيلة بن نصيب طبيبة مختصة في الصحة العمومية لمستشفى لمين دباغين بباب الوالد شكرا لك على كل هذه المعلومات والتوضيحات تطرقنا اليوم إلى موضوع مهم جدا وهو تناول الأدوية بصفة عشوائية ودون استشارة طبيب شكرا أنا أشكركم جزيلا شكرا إذن مشاهدنا الأفاضل سنكون معكم بعد هذا الفصيل القصير موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة من جديد أهلا بكم مشاهدين الأفاضل مواصلنا معكم عبر هذا الفضائي الخدمة والإخبار وإلى الحدثية اليوم حيث يلتحق عدد من المتربسين بمقاعد التكوين المهني بمناسبة الدخول المهني لدورة أكتوبر 2023 2024 نتوقفوا اليوم عند هذا الحدث الهام في هذا الصباح مع ضيفنا السيد خلف الله بوبكر مدير مركزي بوزارة التكوين المهني والتعليم المهنيين صباح الخير صباح النون شكرا على الاستضافة شكرا لك على قبول الدعوة إذن تحضيرات عديدة وإمكانيات بشرية ومدية جندت وسخرت لإنجاح هذا الحدث الدخول المهني الجديد في دورة أكتوبر 2023 2024 كيف هو سير العملية اليوم وكيف تستقبل مركز التكوين المهني المتربسين الجدد نعم اليوم ستكون إن شاء الله الانطلاق الرسمي للدخول المهني أكتوبر 2023 الذي سيعطي سيد وزير التكوين والتعليم المهنيين إشارة انطلاقته من ولاية بسكرا التحضيرات لهذا الدخول كانت بدأت منذ شهر ماي لنقول نعم منذ شهر ماي بداية بتحضير بتحضير التخصصات التي تلبي حاجيات الاقتصاد الوطني والاقتصاد المحلي إلى بداية التسجيلات في 15 جوليا 2023 والتي دامت إلى غاية 30 سبتمبر 2023 ثم مددت إلى غاية البارحة في هذا الدخول ارتفاع عدد المناصب المعروضة إذ تجاوزت 415 ألف منصب بداوجي وهي تجاوزت 22% إذا ما قررناها بدخول المهني لسبتمبر 2022 22% زيادة على دورة سبتمبر سبتمبر 2022 يدل هذا على التكفل بجميع تحاجيات الاقتصاد الاقتصادية سواء عبر المناطق الوطن أو بالنسبة للاقتصاد الوطني في هذا الدخول كانت العروض العروض ألح السيد وزير تكون تعلمين أنها تكون تتماشى مع حاجيات الاقتصاد الوطني وكذلك تمس كل شرائح المجتمع إذا ما شفنا إلى أنماط التكوين التي تعرض كل سنة إلى جانب أنماط التكوين المعروفة في قطاع التكوين المهني نمط التكوين الحضوري ونمط التمهين ونمط التكوين عن بعد هناك كذلك الكثير من أجهزة التكوين نتكلم عن الدروس المسائية نتكلم عن التكوين عن طريق المعابر تكوين في المؤسسات العقابية تكوين المرأة الباكثة بالبيت تكوين المستفيدين من حتى البطالة تكوين في المدارس الخاصة المعتمدة في الوسط الريفي إذن كل الفئات هي لها نصيبها من عروض التكوين وحتى التكوين الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وهي مهمة جدا في هذا الدخول إذ بلغت أكثر من 614 منصب بيداغوجي معروض في الخمس مؤسسات التي تتكفل بهذه الفئة عبر الوطن إذن كل هذه الفئات بستها عروض التكوين دلالة على أن التكوين يأخذ بعين اعتبار كل شرائح المجتمع وسواء فيما يخص تحضير ليد العاملة المؤهلة للتحكم في تكنولوجيات وحاجيات الاقتصاد الوطني أو فيما يخص التكوين المتواصل لأن الإنسان أو العامل لازم يكون دائما دائما يعني عنده معلومة عما يجري في مجاله إذن التكوين يكون سواء في التكوينات الأولية أو في التكوين المتواصل في لما لو نتكلم مثلا عن عروض التكوين فيما يخص التكوينات عروض عديدة تعزز بها قطاع التكوين المهني هذه السنة خاصة الحدث هذا العام يأتي تحت شعار التكوين المهني ورهانات التجديد الاقتصادي يأتي هذا في ظل متغيرات اقتصادية عديدة تشهدها السوق الوطنية ويشهدها عالم الشغل والعمل في الجزائر وأيضا في ظل توجه الجزائر إلى إرساء نموذج اقتصادي جديد وتسعى الجزائر أيضا لكسب عدة رهانات ككسب رهان تحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقوي هناك عدة تخصصات تعزز بها قطاع التكوين المهني من شأنها أيضا المساهمة في رفع هذه التحديات وتحقيق هذه التحديات فعلا وهي الاستراتيجية الجديدة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين وهو التماشي مع متطلبات اقتصاد الوطني كما ذكرت شعار هذا الدخول هو التكوين المهني ورهانات التجديد الاقتصادي إذن قطاع التكوين المهني يعمل كطرف ثاني لمعادلة منطقية مهمة منطقية لأي اقتصاد ناجح معادلة الاقتصاد والتأهيل يعني التكوين هذه المعادلة مهمة جدا في أي اقتصاد ناجح يعني لما نتكلم على الاقتصاد بكل مفاهيم وبكل مبادئ فيه تكنولوجيات جديدة فيه نماذج عمل جديدة فيه متنافسين في السوق الاقتصادية لكن هذا الاقتصاد لا يتحكم فيه إذا كان موفرنا لليد العاملة المؤهلة لتتحكم في هذا الاقتصاد إذن تماشي مع الاقتصاد هو ضرورة ضرورة للاستراتيجية الاقتصادية لبلادنا وهو تحدي في قطاع التكوين المهني إذا ما ذكرنا المشاريع الكبرى للدولة الجزائرية في مجال مثلا كما تحدثت في مجال الأمن المائي والغذائي قطاع التكوين المهني كان سباق إلى أنه يفتح فروع في مجال تحلية المياه في الدورة السابقة دورة فيبري كان تكوين تأهيلي كمشغل في محطات تحلية المياه في هذه الدورة الجديد في هذه الدورة هو تقني سامي في تحلية مياه البحر والتي سيفتح لها فروع في كل من الجزائر العاصمة وبومردس وبجايا وهو اختصاص بشهادة تقني سامي برنامج تقني سامي في هذا اختصاص حضر وعمل عليه والآن هو معد لإطلاقه في هذه الدورة فيما يخص مشاريع الكبرى كذلك نتحدث عن مجال السكك الحديدية طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص تطوير البنية التحتية لضمان التنمية الاقتصادية خاصة في مجال السكك الحديدية وهي مشاريع لالاف الكيلومترات ما يحتم أنه يجب توفير اليد العاملة المؤهلة التي تحمل هذه المشاريع وقطع تكوين التعليم المهنيين كان دار مذكرة تعاون مع الشريك الصيني المكلف بإنجاز هذه المشاريع وكان هناك مشروع لإنشاء مركز امتياز خاص بمهن السكك الحديدية خلال المناقشات التي جرت بولاية بشار تم إفاد وفد من وزارة التكوين وتعليم المهنيين من طرف السيد وزير التكوين وتعليم المهنيين للوقوف على نتوقف قليلا عند هذه النقطة سيد خلف الله ببكر نتحدث عن تحلية مشاريع أو تخصصات التي لها علاقة بتحلية مشاريع مياه البحر نعم في مشاريع تحلية مياه البحر سنواصل في هذه الحديث في هذه النقطة بالتحديد لكن الآن ننتقل مباشرة إلى ولاية بسكرة حيث يشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي على إعطاء إشارة الافتتاح الرسمي للدخول المهني لدورة أكتوبر 2023 2024 سيد مندوب وبركاته ويسعدني ويسعدني أن أتواجد في هذا الجمع الكريم للإشراف على مراسيم افتتاح السنة التكوينية 2023 2024 والتي ارتأينا أن تحتضنها هذه السنة ولاية بسكرة عاصمة عاصمة الصحراء وبوابتها بوابة صحرائنا الشاسعة حيث تسخر بثروات طبيعية هائلة ومواقع أثرية ومناطق سياحية جذابة كما يعرف الجميع يعد الدخول التكويني حدثا هاما بالنسبة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين كونه يصادف الدخول الاجتماعي والاقتصادي ويأتي تكملة للدخولين المدرسي والجامعي باعتبارهما قطاعين تابعين للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين ويأتي هذا الدخول بالذات في فترة تصادف أو تتصادف مع التحذير لبيان السياسة العامة للحكومة والذي سيتم عرضه على البرلمان بغرفتين عما قريب ومن خلاله تقديم ما أنجزته الحكومة في شتى الميادين خلال سنة كاملة ومن بينها ما يحقق على مستوى قطاع التكوين والتعليم المهنيين الذي أوكلت له مهمة تحسين النتائج النوعية للمنظومة التربوية للتعليم التقني والتكوين المهني من أجل تكييفه مع حاجات سوق العمل وذلك من خلال اعتماد خطة عمل ذات ثلاث محاور ترتكز على تحسين جودة التكوين وتعزيز التعليم التقني والعلم والتكنولوجي وربط التكوين والتعليم المهنيين بالقطاع الاقتصادي وآخيرا رقمنا كل جوانب القطاع وعلى كل المستويات المحلية الولائية والمركزية لا سيما الجانب البداغوزي بكل محاوره بداية من محور الدورات العروض والتسجيلات إلى غاية تسيير الشهادات مروراً بتنظيم التكوين والتقييمات السداسية والنهائية بالإضافة إلى رقمنة الجانب الإداري والمال كتسيير مسار مستخدم القطاع التجهيزات التقنية البداغوزية والمنتلكات والوسائل ويعتبر هذا الدخول رقمي بامتياز من خلال المؤشرات المقدمة من طرف المديريات الولائية في هذا الافتتاح عن طريق المنصة الرقمية وعبر جميع الولايات وفي وقت واحد وهذا ما يسعى القطاع إلى تجسيده عفواً وهذا ما يسعى القطاع إلى تجسيده في الميدان من خلال تسخير كافة الإمكانيات والوسائل المتاحة سيما خلال هذه السنة التي ستكون سنة التجسيد الحقيقي والفعل للإقلاع الاقتصادي بامتياز والتي تعهد بها السيد رئيس الجمهورية من خلال الاعتماد على القدرات الذاتية للجزائر والإنفتاح على التعاون مع كل الشركاء على قاعدة المصالح المشتركة والمتبادلة بهدف الانتقال بالاقتصاد الوطني إلى الأخذ بمعايير المعرفة والجهد والكفاءة إلى العمل على تكثيف وتسريع برامج التكفُّل بالتنمية الاجتماعية المستدامة وضمان العيش الكريم لكل الجزائريين والجزائريات لذلك لذا تم وضو هذا الدخول تحت شعار التكوين المهني ورهانات التجديد الاقتصادي السيدات والسادة ومن أجل تحقيق انطلاقة جيدة لهذا الموسم التكويني فقد تم تجنيد كافة الفاعلين في جهاز التكوين لتحضير مجرياته من خلال ضبط رزنامة الأنشطة البداغوجية وتحديد عروض التكوين حسب طبيعتها وأنماطها وأجهزتها ومستوياتها وشعبها واختصاصاتها وكذا الشروع في حملات الترويج والتحسيس باستعمال كافة الوسائط الإعلامية والتواصلية المتاحة وطنيا ومحليا بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب لولوج عالم التكوين للحصول على مهنة مستقبلية واعدة وفي هذا السياق فزيادة على الأنشطة المعتادة التي يبادل بها القطاع عقب كل دخول تكويني من بث من بث الومضة الإشهارية الرسمية للدخول التكويني وتنشيط الحصص الإذاعية والتلفزية وتنظيم الأبواب المفتوحة فقد تم تنظيم حملات تحسيسية وإعلامية جوارية على مستوى كل الولايات مع التنسيق بالتنسيق مع قيادات الدرك الوطني والأمن الوطني أيام 12-14 سبطمبر 2023 بمشاركة كافة التشكيلات الأمنية مرفوقة بإطارات المؤسسات التكوينية ومختلف الفاعلين من المجتمع المدني بالإضافة إلى تنظيم نشاطات رياضية واستغلال الفضاءات الرياضية بمشاركة الاتحاد الجزائري الرياضية للتكوين والتعليم المهنيين من 16 إلى 23 سبطمبر 2023 بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وتنظيم حملات وحملات تنظيف وتزيين المؤسسات التكوينية بمبادرات محلية وحملة وطنية يومي 20 و21 سبطمبر 2023 بالتنسيق مع وزارة البيئة والطاقات المتجددة وكذا تنظيم معارض جوارية بالساحات العمومية حول التخصصات الموفرة بالتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية ايام 24 25 سبطمبر 2023 وتجسيدا لهذه المجهودات فقد قدرت اعداد عروض التكوين المقدمة خلال هذه الدورة بأكثر من ربعمية وخمستاش ألف مقعد بداغوجي بزيادة تقدر بعشرين بالمئة مقارنة بدورة سبطمبر للسنة الفارطة كما تم التركيز خلال هذا الدخول على الشعب ذات الأولوية في مخطط عمل الحكومة والمتمثل أساسا في شعبة الصناعة التي تمثل أكثر من 19 بالمئة من العرض الإجمالي لمقاعد التكوين وشعبة الإطعام والفندقة والسياحة التي تمثل أكثر من 14 بالمئة من العرض الإجمالي لمقاعد التكوين شعبة البناء والأشغال العمومية التي تمثل أكثر من 12 بالمئة من العرض الإجمالي أيضا لمقاعد التكوين شعبة الرقمنة التي تمثل أكثر من 9 بالمئة من العرض الإجمالي لمقاعد التكوين شعبة الفلاحة والصناعات الغدائية التي تمثل أكثر من 10% من العرض الإجمالي شعبة الكهرباء التي تمثل أكثر من 7% من العرض كما سيعرف هذا الدخول اقتراح فتح عدة تخصصات جديدة من بينها تقني سام في استغلال محطات تحلية مياه البحر بإدراج كفاءات تسمح بالحركة داخل محطات تحلية المياه تخصص التأهيل عامل في سيانة شبكة السكك الحديدية ومن حيث التأطير فقد تعزز القطاع خلال هذا الدخول بتوظيف 486 مكوناً يضافون إلى سلك التأطير البداغوجي المقدر عددهم بأكثر من 27 ألف أستاذ بالإضافة إلى تعيين عشر مدراء لمعاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني و58 مدير مركز تكوين مهني وتمهين و2400 رئيس مصلحة على مستوى نفس هذه المراكز بالإضافة إلى تدعيم سلك التفتيش بتنصيب 116 مفتش تقني وبداغوجي للتكوين والتعليم المهنيين ومفتش للتكوين والتعليم المهنيين ومن حيث الهياكل تدعمت شبكة المؤسسات التكوينية خلال هذا الدخول بوضع حيزي الخدمة ل13 مؤسسة تكوينية منها خمس معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وثمانية مراكز للتكوين المهني والتمهين بطاقة استعابٍ إجماليةٍ تُقدَّر بربع آلاف منصب تكوين وألف وثمانين سرير على مستوى الداخليات ومن حيث التجهيزات التقنية والبداغوجية وفي إطار ترشيد استعمال الوسائل تم اعتماد سياسة نشر الوسائل غير المستغلة ما بين المؤسسات التكوينية من 330 تجهيز محول منها 250 تجهيز للتحويل ما بين الولايات 30 تجهيز للتحويل داخل الولاية أما فيما يخص مجال التعليم المهني يتميز هذا الدخول أيضاً بفتح معهدٍ جديدٍ للتعليم المهني على مستوى ولاية غردايا المتخصصة في الفندقة والسياحة والإضعام ليُضاف إلى شبكة المعاهد قيد الخدمة حالياً والمقدرة بـ 17 معهدًا موزَّعين على 15 ولاية كما حُدِّدت عروض التكوين في هذا المجال بـ 21 تخصصًاً و1944 منصر تكوين جديد للطور الأول من التعليم المهني مع فتح تخصصين جديدين لأول مرة وهما تخصص إنتاج مطبخي وتخصص أجهزة الضبط ودعماً لمسار إدخال اللغة الإنجليزية الوظيفية في برامج التكوين فقد تم إعداد دلائل خاصة بهذه الشعب وشملت 20 شعبة أي حوالي 87% منها كما تم استحداث خليةً وطنية لدعم تعليم اللغة الإنجليزية بصفةٍ تدريجية لفادي إيداتي أساتذة وطلبة للقطاع وفقًا لرزنامةٍ تُعدُّ في هذا الشأن مُدعمةً بخلايا التنسيق على مستوى كل ولاية السيدات والسادة يبدو جليًّا من خلال كل ما ذكر في مُستهلِّ هذه المُداخلة أن التحذيرات لهذا الدخول تسير بوتيرةٍ جيدة وذلك بفضل تجنُّد أسرة التكوين بمُختلف أسلاكها ومُستوياتها بالتعاون مع شركاء القطاع الاقتصاديين كانوا اقتصاديين أو اجتماعيين لتسهيل سُبل الالتحاق بمقاعد التكوين لأبنائنا وبناتنا لاكتساب مُختلف المُؤهلات والمعارف التي تسمح لهم بيولوج عالم الشغل أو التأسيس لمشارعهم الخاصة بكل اقتدار أبنائي وبنات الأعزاء أغتنموا هذه المُناسبة لأرحب بالملتحاقين الجُدد الذين اختاروا مسلك التكوين والتعليم المهنيين لبناء مُستقبلهم المهني وأشكرهم على اختيارهم هذا وأدعوهم إلى المزيد من المُفابرة في التحسيل العلمي لاكتساب المهارات اللازمة وتسهيل العملية التكوينية في مُختلف جوانبها لسلك التعطير البداغوجي من أساتذةٍ ومُؤطرية التسهيل الإداري الذي بمُناسبة أبلِّغهم خالِص أمتناني عن جُهودهم المبذولة في سيرورة العملية التكوينية والتي سيكونون أيضاً سنداً لكم لتكونوا من أصحاب المهن الذين سيُساهمون دون شك في تطوير عجلة التنمية الاقتصادية لبلادنا ولا يفوتني في هذا المقام التكيير بالاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العمومية لدعم قطاع التكوين والتعليم المهنيين لبلوغ الأهداف السالفة الذكر وذلك من خلال تدعيم شبكة المُؤسسات التكوينية عبر الوطن وكذا تدعيم القطاع بالوسائل المادية والبشرية من خلال منح مناصب مالية إضافية للتكفُّل بتعطير المُؤسسات حديثة النشأة وتزويدها بالتجهيزات التقنية والبلاوجية اللازمة كما أقتنم هذه السانحة أيضاً لأشكر جميع شركاء القطاع من سلطاتٍ محلية ومسؤول المؤسسات الاقتصادية عموميةٍ كانت أو خاصة على تعاونهم معنا في مُختلف الأنشطة التي تُبادِرُ بها في مُختلف المجالات وعلى مُختلف المُستويات سيما المُتعلِّق بالشراكة في ميادين ذات العلاقة ببعض الأنشطة التي جعلها قطاعنا من بين أولوياته في مُخطط عمله على المدى القريب العاجل مثل تطوير النقل بالسكة الحديدية وتطوير الهياكل القاعدية الرقمية وفتح ورشةٍ في مجال صناعة السيارات الكهربائية وذلك بالتعاون مع شركاءٍ أجانب رواد في مجال اختصاصهم السيدات والسادة في الختام أدعو عائلة التكوين والتعليم المهنيين بمُختلف مُكوناتها للتجنُّد أكثر لبلوغ الأهداف التي نسعى لتحقيقها جميعًا ألا وهي توفير يد عاملةٍ مُؤهلة والاستجالب لمُتطلبات الاقتصاد الوطني من التأهيلات اللازمة والتي ستساهم في التجديد الاقتصادي الذي ننشُده جميعًا هذا من جهة ومن جهةٍ أخرى نُجدِّد كذلك حرصنا على مُرافقة الشركاء الاجتماعيين حيث أسدين تعليماتٍ لكافة المُديريات الولائية بضرورة ترسيخ وتكريس الحوار كنقطةٍ جوهرية تدخل مُستقبلاً في تقييم المسؤول الأول على القطاع بالولاية كون الحوار والتشاور عمادُ الحوكمة الرشيدة وخيارٌ فعال لمُعالجة مُختلف القضايا بُغية الحفاظ على حقوق أبنائنا المُتكوِّنين من تلاميذ ومُتربِّسين ومتماهنين ومصلحة العامل والمُوظَّف والمواطن والرامية كلها إلى استقرار وسير مُؤسَّساتنا التكوينية في إطار حوارٍ شفَّافٍ وجادٍ يهتم بالوضعية الاجتماعية والمهنية للموظفين وتحسين ظروف العمل داخل الهيئات المستخدمة التابعة للقطاع وبهذه المناسبة أذكر عودة إليكم مشاهدين ألا فاضل إذن كانت هذه كلمة وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي بمناسبة افتتاح السنة التكوينية الفين وثلاثة وعشرين الفين واربعة وعشرين الوزير وخلال كلمته الافتتاحية أكد أن الدخول المهني لهذا الموسم كان رقمي بامتياز عن طريق التسجيلات التي تمت عبر المنصات الرقمية بعد أن تمت تسيد كل الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية وكل الفاعلين في القطاع لإنجاح هذا الحدث المهم مشاهدين ألا فاضل تمام الساعة التاسعة ننتقل مباشرة إلى غرفتي الأخبار وموجز في تقديمها الزميلة سهيلة دغموم شكرا لنا موجز تاسعة من التلفزيون الجزائري أهلا بكم بداية وإثر العدوان السهيوني السافر تتابع الجزائر بقلق شديد تطور الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة التي أودت بحياة العشرات من أبناء وبنات الشعب الفلسطيني الأبرياء الذين سقطوا شهداء في ظل تماد الاحتلال السهيوني في سياسة التجبر والإفطهاد التي يفرضها فرضا على الشعب الفلسطيني الباسل وتدين الجزائر وبشدة هذه السياسات والممارسات المخلة بأبسط القواعد الإنسانية ومراجع الشرعية الدولية وفي هذا السياق تجدد الجزائر الطلب بالتدخل الفوري للمجموعة الدولية من خلال الهيئات الدولية المعنية لحماية الشعب الفلسطيني من الغطرسة والإجرام الذي جعل منهما الاحتلال السهيوني سمة من سمات احتلاله للأراضي الفلسطينية كما تجدد الجزائر قناعتها بأن الاحتلال الاستيطاني الصهيوني هو لب الصراع العربي الإسرائيلي وأن إنهاء ما ينجر عن هذا الصراع من محن وويلات ومآس يكمن لا ريب في الاستجابة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وتمكنه من إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف هذا وتواصل قواته الاحتلال الصهيوني قصفها العشوائي على سكان قطاع غزة حيث استمر القصف بشكل همجي طيلة ليلة أمس إلى صباح اليوم وقد انتشلت فرق الإسعاف فجر اليوم سبعة شهداء بينهم خمسة أطفال من تحت ركام منزل غرب مدينة غزة ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى 356 شهيداً فلسطيني ونحو 1800 جريح بينما ردت فصائل المقاومة برشقات صاروخية على مدن إسرائيلية متفرقة في أخبر الوطن أشرف اليوم وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي على إعطاء إشارة انطلاق الدخول التكويني الرسمي لدورة أكتوبر 2023 وذلك من مركز البحث العلمي والتقني بالمناطق القاحلة بولاية بسكرة وأكد ميرابي أن الوزارة صخرت الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة على غرار الوسائل التقنية البداغوجية والمؤسسات التكوينية لذلك لذا تم وضو هذا الدخول تحت شعار التكوين المهني ورهاناته التجديد الاقتصادي السيدات والسادة ومن أجل تحقيق انطلاقة جيدة لهذا الموسم التكويني فقد تم تجنيد كافة الفاعلين في جهاز التكوين لتحضير مجرياته من خلال ضبط رزنامة الأنشطة البداغوجية وتحديد عروض التكوين حسب طبيعتها وأنماطها وأجهزتها ومستوياتها ولمزيد من التفاصيل حول الدخول المهني عبر الوطن نربط الاتصال على المباشر بالزميل محمد سالمي من ولاية وهران محمد كيف تمت عملية التحاق المتربسين بالمؤسسات التكوينية بولاية وهران صباح الخير وسيلة صباح الأمل والتفاؤل لنرصده للمشاهد الكريم الذي يتابعنا من ولاية وهران التي تراهن هي الأخرى وعلى غرار باقي ولاية الوطن إلى إنجاح السنة التكوينية 2023-2024 التي صخرت بها كافة الإمكانات اللوجيستيكية والباشرية إذن وهران هي اليوم على أهبة من استقبال ما يزيد عن 15 ألف متربس موزعين عبر 32 مؤسسة عمومية وخاصة وذلك لمزاولة تكوينهم التطبيقي وحول جديد التخصصات هنا بولاية وهران إذن سبع تخصصات جديدة تنوعت بين الصيانة والشراء والتموين الرسكلة وكل هذه التخصصات تتمشى مع طبيعة المنطقات تضاف إلى تخصصات أخرى جديدة متعلقة بتحلية مياه البحر خصوصا وأن الباهية تعيش مشروعا حيويا على مستوى منطقة عين الكرمة وهو ما سيسمح لهؤلاء المتربسين بالضفر بمناصب الشغل جديدة إذن كل هذه التخصصات وأخرى ستساهم لا محل في تشسيد رؤية الدولة الرامية إلى وضع مقاربة اقتصادية قوامها النهوض بالتنمية المحلية وتطوير الاقتصاد الوطني وهو كذلك محمد شكرا لك على هذه التوضيحات كنت معنا على المباشر من ولاية وهران دوليا الآن وفي أفغانستان ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب أمس منطقة هيرات غربي البلاد إلى أزيد من ألفي قتيل مع تسجيل خسائر مادية معتبرة الزلزال الذي بلغت شدته 6.3 على سلم ريشتر تسبب في دمار نحو 600 منزل ودفن مئات المدنيين تحت الأنقاض والتشريد أكثر من 4000 شخص بحسب تقديرات أممية رياضة وفي الرابط المحترفة الأولى فز أمس فريق اتحاد خنشلة على مضيفه شباب بلوزداد بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب 20 أتبي بلوزداد ليحقق الاتحاد انتصاره الثالث على التوالي ويرتقي بذلك إلى المركز الأول مناصفة مع مولودية الجزائر وفي مباراة أخرى فز فريق مولودية البيض على ضيف أولمبي شلف بهدف وحيد أما مواجهة الصاعدين الجديدين نجم بن عكنون واتحاد سوف فعادت فيهما الكلمة لزوار بهدف نظيف أما قمة الجولة الرابعة ففزت شبيبة القبائل أمام اتحاد العاصمة بهدف دون مقابل كرويا دائما كشف الناخب الوطني جمال بالماضيع قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص التحذري تحسبا للمواجهتين الوديتين أمام منتخبي جزر الرأس الأخضر ومصر المقررتين يومي الثاني عشر وستس عشر من الشهر الجاري وعرفت القائمة استدعاء ولأول مرة المهاجمين أمين غويري ومحمد بشير باللومي كما عرفت القائمة عودة هدف التشكيلة الوطنية إسلام سليماني بهذا نتيل ختام الموجز شكرا على المتابعة إلى اللقاء من جديد أهلا بكم مشاهدين الأفاضل عودة إلى استوديو هذا الصباح تتابعوننا مباشرة عبر القناة الثالثة الإخبارية لتليفزيوني الجزائري إلى غاية العاشرة صباحا أرحب مجددا بضيفنا لهذا الصباح أبو بكر خرف الله مدير مركزي بوزارة التكوين والتعليم المهنيين صباح الخير مجددا صباح نوح شكرا إذن تابعنا قبل مجز الأخبار الكلمة الافتتاحية لوزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي بمناسبة افتتاح سنة التكوينية 2023-2024 والتي أكد فيها أن هذا الموسم المهني سيعرف تخصصات جديدة أو استحداث تخصصات جديدة في عدة شعب ذات الأولوية في مخطط الحكومة وفي عدة شعب أيضا تتكيف مع التحول الاقتصادي للجزائر ما هي أهم هذه التخصصات؟ نعم كما لاحظنا في الرابورتاج يعني الكثير من الإمكانيات حضرات الكلمة التي تابعناها نعم تابعناها الإمكانيات التي حضرت وحضرت لدخول مهني ناجح ويبقى العمل دائما للتماشي مع كل جديد فيما يخص حاجيات الاقتصاد الوطني لما تكلمنا على تحليل المياه وتكلمنا على السيكيك الحديدية دائما والتخصصات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني دائما ما يتم فتح فروع بسرعة للتماشي بسرعة أو التكيف بسرعة مع أي جديد ويتم بعد ذلك ما يتم بعد إعداد برامج لها صلة بالتخصص لما نتكلم على مثلا مشغل في محطة تحليل المياه الآن نرانا في تقني سامي في تحليل مياه البحر نعم شكرا لك أبو بكر خلف الله مدير مركزي بوزارة التكوين والتعليم المهنيين على كل هذه المعلومات والتوضيحات شكرا شكرا لكم شكرا لكم شكرا للمشاهدين بالتوفيق لكل المتربصين والملتحقين الجدد بالمؤسسات التكوينية أما الآن مشاهدين فاصل قصير ثم لنعودة شكرا لكم 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 مقاومات طبيعية وزراعية هائلة في العديد من المنتجات الزراعية ومن بينها ثروة النخيل الاستراتيجية في العديد من الولايات الجنوبية هذه الثروة أو أشجار النخيل اليوم محددة بالعديد من الأخطار فما هي هذه الأخطار وكيف يمكن مجابهتها وما هي استراتيجية المعهد الوطني لحماية النباتات لمجابهتها نتعرف عليها في هذه الفقرة مع ضيفنا نصر الدين معطله رئيس مصلحة مراقبة ومكافحة الأفات الزراعية بالمعهد الوطني لحماية النباتات صباح الخير صباح الخير شكرا صباح الخير مستمعين الكرام كما ذكرنا باللي ثروة النخيل يعني ثروة مهمة بتعداد كبير في الجزائر فوق 19 مليون نخلة مختلف الأصناف متوزعة على كل ولاية الوطن مهدها بالعديد بإصابة بالعديد من الأمراض والآفات اللي راح تسيبها وتقدرنا تهديد الثروة هذه راح نخص بالذكر اليوم يعني آفة جديدة اللي ظهرت ودرت لنا يعني أضرار كبيرة على مستوى وأن ظهرت يعني بداية ظهور تاحة كانت في 2012 على مستوى من بين الآفات التي قد تهدد أشجار النخيل في الجزائر اليوم هي آفة خنفوساء وحيد القرن ما هي هذه الآفة لو نعرف أولا المشاهد وخاصة ربما مهني الفلاحة والمختصين في الزراعة بهذه الآفة وكيف يمكن مجبهتها بالطبع الآفة هذه الآفة يعني ظهرت يعني منذ التبليغ عليها في سنة 2012 وإن كانت بداية ظهور تاحة في الواحات الشرقية لولاية الويد يعني منذ 2012 إلى اليوم إلى يومنا هذا يعني المعهد الوطني بذل مجهودات كبيرة من خلال يعني الكشف يعني التشخيص على النوع تعل الحشرة يعني النوع الظهر هذا من خلال يعني المخبر تعلم الحشرات تابع للمعهد الوطني الحشرة هذه هي عبارة على خنفساء يعني خنفساء ذات لون بني لامع وين الأضرار يعني الأضرار تاحة هو الطور الظهر هو الطور اليرقي بالطبع الحشرة هذه عندها عدة أطوار الخنفساء هذه يعني الطور الخنفساء البالغة يعني تميز بالطور للبالغ والخنفساء الذكر عنده القرن اللي يكون بارز وأقل بروز بالنسبة للأنثى حيث نسموها بخنفساء واحد القرن الطور عندها الطور اليرقي ليعتبر هو الطور الظهر ليسيبنا يعني وين يكون ديرنا الأضرار على مستوى أشجار النخيل يكون يعني في القاعدة على مستوى الجذور طبع الطور اليرقي هذا يعتبر يعني الطور الظهر وين مدة الحياة تاعه من الطور اليرقي هذا عنده ثلاث أطوار يكون الطور هذا يعني لمدة طويلة يعني تلحق حتى ثمانية ولا تسعة شهور وين الطور هذا ليرى متواجد على مستوى النخيل يديرنا في الأضرار على مستوى النخلة نعم هذا بالنسبة للمخاطر التي قد تصيب أشجار النخيل وتهدد ثروة النخيل لما نتحدث عن النخيل نتحدث عن التمور أشجار النخيل المنتجة للتمور وبهذا فهي تساهم في التنمية الاقتصادية والمحلية بالعديد من المناطق والولايات الجنوبية وأيضا نتحدث عن التمور التي تساهم في تغطية نسبة معتبرة من حاجات الاقتصاد الوطني من هذه المادة وأيضا اليوم تصدر التمور إلى الأسواق الأجنبية من هذا المنطلق يجب الحفاظ على أشجار النخيل وحمايتها ما هي الاستراتيجية المسطرة من قبل معهد الوطني لحماية النباتات؟ بالطبع كما تكلمنا منذ بداية ظهور الحشرة كانت المعهد الوطني تحت إشراف الوزارة الوصية قام بوضع خطة عمل منذ بداية ظهور الحشرة بالطبع الحشرة تنتقل بصفة أولى عن طريق فسائل النخيل فسائل النخيل التي تكون في منطقة مسابعة إلى منطقة سليمة هذه أهم حاجة لتساهم في انتشار الحشرة بالطبع بالنسبة للإستراتيجية كانت مركزة على محورين مهمين هي محور التحسيس ومحور المراقبة محور التحسيس بالطبع كان القيام بأيام تحسيسية بالنسبة للفلاحيين أو المهنيين أو الإطارات هذا للتعريف بالحشرة كيف يتعرف عليها ومخاطرها في كل الولايات المنتجة للتمور بالطبع بالتوازي مع الأيام تحسيسية درنا أيضا قافلة تحسيسية مؤخرا لجابة لحجوب جميع الولايات المنتجة بالنسبة المحور الثاني المحور المهم أيضا هو محور المراقبة محور المراقبة هذا الذي يركز فيه باش يعني نشوفوا التواجد الحشرة يعني انتشرت وانتقلت إلى من المناطق المصابعة حاليا يعني رأي متواجدة في ثلاث ولايات هي ولاية الواد منطقة يعني في ولاية بسا يعني في منطقة نقرين وفي ولاية الورغلا في منطقة البرما شبكة المراقبة هذه اللي نستعملوا فيها يعني وسائل بيو تكنولوجية عبارة على مسائد فيرومونية باش نشوفوا نكشفوا يعني تواجد الحشرة هذه من عدمه في المناطق السليمة ونتفادوا توغلها يعني في المناطق وين كان الكثافة عن نخيل بكثرة بالطبع كان في حال ظهور الحشرة ولا في المناطق اللي راهي حاليا مصابة والله لماطق سليمة كان استراتيجية واحدة أخرى استراتيجية علاجية رح نستخدم فيها بالطبع تكون مبيدات كيميائية مرخصة وأيضا وسائل تكون مكافحة بيو تكنولوجية باستحدام المصائد الفيرومونية هذه نعم هذا فيما يخص استراتيجية المعهد الوطني للنباتات للحفاظ على هذه الثروة ثروة أشجار النخيل التي من شأنها المساهمة في التنمية الاقتصادية والمحلية للعديد من الولايات وأيضا خلق مناصب شغل في العديد من الولايات الجنوبية طيب بهذا الخصوص هل هناك حملات تحسيسية تنظمها أو ينظمها المعهد الوطني لحماية النباتات للتعريف بهذه الآفة التي تهدد أشجار النخيل آفة خنفوسة وحيد القرن أو التعريف أيضا بعدة آفات أخرى من شأنها أن تهدد دائما هذه الثروة الزراعية بالطبع من المهام الأولى للمعهد الوطني لحماية النباتات هي الدعم التقني الدعم التقني الذي سنطرقه فيه في الأيام المرافقة تقنية الفلاحين سنقومه أساسا في كل آفات لتصيب النخيل سنقوم بأيام تحسيسية لتقربوا من الفلاحين على مستوى المزارة لتعريف بالآفات وتحسيس من خطر هذه الآفات ونوعوهم بسياسة التبليغ يعودوا يعرفوا الآفة والأعراض في حالة ظهورها تكون عندهم الثقافة التبليغ بمجرد يشكوا بظهور الآفة من الآفات هذه رح يبلغوا السلطات المعنية باش يعني السلطات المختصة ولا تدخل في الوقت يعني الأمثل باش نتفادوا يعني الإصابة ونتعود عندنا يعني ما نقولوا إحنا إصابة كبيرة وأذراء كبيرة على مستوى ثروة النخيل هذه نعم بالحديث عن هذه الأضرار إلى أي مدى يمكن أن تبلغ الأضرار وما هي المخاطر الفادحة ربما التي يمكن أن تسببها هذه الآفة خنفوسة وحيد القرن على ثروة النخيل وأشجار نخيل بالطبع كما تكلمنا بالطور الضار يعني الطور الضار في الخنفوسة هذه هو الطور اليارقي اللي يتمركز الإصابة والأضرار هذه رح تكون على مستوى الجذور وقاعدة النخلة بالنسبة يعني هنا رح نتكلم نخيل التمر بالنسبة لنخيل التمر جميع الأصناف في حالة الإصابة الشديدة يعني النخيل يكون النخيل يعني كبير بالنخيل كبير النخيل المنتج في حالة الإصابة الشديدة لمستوى يعني الجذور والقاعدة السفلية رح يعني تأدي إلى يعني نقص في المنتوج رح تضعفنا يعني لشجرة النخيل هذه في حالة الإصابة الشديدة رح تسقط في حالة يعني تجديد كما تكلمنا على زراعة الفسائل النخيل الصغيرة في حالة يعني المنطقة راح تكون منطقة مبوئة بحيث الإصابة شديدة راح يموتوننا فسائل النخيل هذا الصغار حتى إذا قدرنا تجديد على المناطق هذه ولا قدرنا توسع بفسائل النخيل الجديدة راح يؤدي إلى موت الفسائل هذه ونتفادا وتنقص علينا لمن نقدروش نديره تجديد وتوسيع على المناطق السماء تولي عدنا بقرة ويسرانا يعني الإصابة شكرا لك سيد نصر الدين معطل رئيس مصلحة مراقبة ومكافحة الآفات الزراعية بالمعهد الوطني لحماية النباتات على كل هذه المعلومات والتوضيحات موضوع اليوم كان حول حماية ثروة النخيل من المخاطر الطبيعية التي قد تهددها شكرا لك شكرا شكرا مشكورين على الاستضافة شهدنا ألفاظ نتوقف عند فاصل قصير ثم لنعودة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة عودة اليكم مشاهدين الأفاضل وإلى فقرات هذا الصباح والآن وفي هذه الفقرة نتعرف على شاب جزائري مبدع مصور هاوي يوثق صور حيوانات نادرة في الجزائر نتعرف على رحلة هذا المصور في الحياة البرية أسعد باستضافة طارق مسعودي مصور هاوي صباح الخير صباح النور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك على تواجدك معنا طارق إذن نتحدث أولا عن تجربتك في هذا الميدان تجربة تصوير المقومات الطبيعية المتنوعة والثروة الحيوانية التي تزخر بها الجزائر للتعريف بها أولا كيف جاءت الفكرة وكيف اقتحامت هذا المجال الحياة البرية تصوير الحياة البرية أنا كنت كمصور كمحب الطبيعة منطقة طبيعية نسكن فيها أنا بديت تصوير 18 سنة كنا عندي هاتف صغير نشتي نصور بزاف طبيعة أنا يعني بزاف نشتي نصور طبيعة أيام مع الوقت تعرفت في المواقع التواصل الاجتماعي بزاف لزارتيست يعني مواثق الحياة البرية في الجزائر فنانين مصور حياة البرية فيهم معروفين بزاف هنا في الجزائر يعني والتي تنتابعهم أيام مع الوقت تعرفت على واحد من وليات البتنة كهوي هو في الطبيعة ثانية محب للطبيعة ويشتي وثق الحياة البرية تعرفت معاه مع الوقت خدرت معاه خارجة تصويرية بدون كاميرا بدون أي شيء قدرت معاه خارجة في إحدى سبايخك أيها نعم الآن هذه السور التي تقوم بتصويرها كهاوي جزائري كشاب مبدع جزائري تقوم بنشرها على منصات التواصل الاجتماعي يعني كيف تتم هذه العملية لو تحدث المشاهد قليلا كيف تتم هذه العملية بداية من مرحلة التصوير والالتقاط ثم مرحلة المونتاج ربما ثم مرحلة نشر السور كيف تقوم بهذه العملية كهاوي هي تصوير الطابعة أو موثق الحياة البرية طبعا هو بالذات لازم يخرج وحده اللي أنه الطابعة والحياة البرية طيور خاصة طيور لازم تكون وحدك ومعك صديق موثق الحياة البرية إنه تحتاج كاموفلاج 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 طاولة نعم عملية تصوير لما تكون في المناطق الطبيعية أو لما تستهدف تصوير نوعا من أنواع الحيوانات النادرة تكون أكثر صعوبة ربما مقارنة بتصوير أخر كيف ذلك لو تحدثنا قليلا عن هذا تصوير الحياة البرية أصعب من تصوير أكثر أكبر من أصعب من محاور أخرى يعني صراحة جربت وخرجت في الميدان تصوير الحياة البرية صعب جدا تصوير معه بزاف وكخارجتي في الطبيعة الحياة البرية كما مشاهدت هذا الفيديو يحتاج وقت وصبر كبير لإلتقاط الفيديوهات منوعة بزاف يحتاج لي أشهر بزاف خارجتي يعني مدومة باش تقدر تصوير منوعة كما هك هذا الشيء الذي ربما لا يعرفه المواطن نعم نعم لأنه ما نبعد هنا في النهاية في الجزائر بتوثيق الحياة البرية بزاف من عدمها بزاف ما عندناش ثقافة ما عندناش ثقافة بتصوير الحياة البرية نقصة بزاف ما عندناش أهمية ما عندناش أهمية ما عندناش أهمية لتوثيق الحياة البرية يعني خاصة أن الجزائر تسخر بالعديد من الثروات الحيوانية نعم نعم هل لاحظتم هذا التنوع في هذه الثروة خلال هذه الرحلة رحلة اكتشافكم لهذه الحياة البرية ورحلة تصويركم وتوثيقكم لها متعة متعة بتصوير الحياة البرية يعني خاصة واحدة مثلا كما أنا نحب شغوف في تصوير الحياة البرية بزاف يديك الوقت لها ويعني تصرف بزاف لها دراهم يعني نعم هذه الصور التي تقوم بتصويرها في الحياة البرية تقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساباتك الرسمية كيف هو الإقبال على هذه الحسابات نتحدث اليوم عن الإقبال من قبل المواطنين يعني بزاف قبل زوار الحسابات بزاف ليش يجعني بزاف ما كانش يعني هكذا انتقاد يعني كابير للجمهور ما كانش انتقاد بزاف يعجبوهم الطبيعة لحياة التصوير الحياة البرية بزاف يشكروها هل تلقيت دعم من المتابعين بزاف ما من متابعيك على عبر صفحاتك الرسمية نعم تلقيت الدعم من الأصدقاء الحياة البرية يبعد كان صديقي لملحسة نظهر موثيق الحياة البرية في باتنا خارج البلد خارج الولاية يعني مثلا الجزائر العاصمة لدي دكتور خالد عياش نعرف مصور حياة البرية إنسان ما شاء الله يعني دعمني يعطيني مثلا سقسي على حاجة أي عصفور يعطيني معلومة عليه مثلا مش في غرف العصافير فقط يعني في الحشارات حتى ثديات لازم نحفظ على حياة البرية لأنها مهددة بالإنقارض خاصة حيوانات كينا حيوانت مهددة بالإنقارض كما الوشق هنا عندنا في الجزائر طائر الحبار لازم نحفظ على الحياة البرية هنا في الجزائر لازم علينا نحفظ عليها نعم لما تتحدث عن حيوانات مهددة بالإنقارض وحيوانات نادرة تقوم بتصويرها هل ربما في هذا العمل يتم الاستعانة برأي طبيب بيطري أو مختص نعم مختصين تقرب لموثيق الحياة البرية مختصين في هذا المجال مختصين في الحياة مهتمين بهذا المجال كثير نعم هل تطمح من خلال هذه الهواية هوايتك وهي توثيق الحياة البرية وتصويرها ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي يمكن القول اليوم أنك صانع محتوى أيضا فهل تطمح إلى المشاركة ربما في مهرجنات أو تظاهرات وطنية أو دولية نعم نستعد نعم نستعد لمشارك هناك اليوم العديد من تظاهرات لصنع المحتوى نعم هل تريد المشاركة فيها أيضا كصانع محتوى إن شاء الله ماذا بنا نعم إذن الآن لو تحدثنا عن بعض التحديات والصعوبات التي قد تواجهك في هذه الهواية أليس بسطاكل بزاف خاصة من ناحية قدر ترح في الطبيعة تجد ديرانج ليس من عند أي إنسان مثلا مع البرية ولكن تبعد تكون وحدك ديرانج مثلا ريسك نعم طيب رسالة توجهها للشباب ولصنع المحتوى بصفة عمال اليوم هناك العديد من الشباب الجزائري المبدع والذي يقدم محتويات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي عدة مجالات ما هي رسالتكم للشباب؟ الرسالة للشباب يعني نعطي نصيحة للحياة البرية والطبيعة نحافظ عليها نحافظ على الطبيعة ونحافظ على الحياة البرية الطيور وغيرها من الثاديات التي تصداد خاصة مثل حيوان الضبع المخطط الذي تشوهت صورته كثيرا يعني حيوان مسالم شكرا لك تارق مسعودي مصور هاوي شكرا لك كنت معنا ضيفا في هذا الصباح شكرا لكم بالتوفيق في رحلتك أمين صباح شكرا لكم شاهدين على الفاضل نقف الآن عند فاصل قصير ثم لنعودة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم عودة إليكم من جديد مشاهدين الأفاضل تتابعوننا مباشرة عبر القناة الثالثة الإخبارية للتلفزيون الجزائري تحية صباحية متجددة لكم من التحق بمتابعتنا الآن والآن إلى فقرة أخرى من فقرات هذا الصباح نستعرض فيها تجربة مؤسسة ناشئة ناجحة في مجال التعليم قامت باستحداث منصة إلكترونية تعليمية تقدم خدمات وبرامج تعليمية لمختلف التلميذ من مختلف الأطوار التعليمية لتعرف أكثر وعن قرب عن هذه المنصة الإلكترونية التعليمية أسعد باستضافة في هذا الصباح سيد وسيم حلاسة مؤسس ومسير منصة دروسكم صباح الخير صباح الخير صباح الخير لكل المتابعين ولكل جزائريين شكرا لك على قبول الدعوة إذن منصة دروسكم هي منصة استحدثتها مؤسسة ناشئة تقدم خدمة تعليمية لمختلف الأطوار وهذا ما يميزها أولا لو نعرف المشاهد بهذه المنصة وما هي آلية عملها ممتاز منصة دروسكم هي منصة تعليم إلكتروني تقدم دروس دعم عبر الأنترنت كما نعرف أنه ربما الشغل الشغل لأوليئنا الأكارم وحتى تلاميذنا أنه نحسنه من المستوى الدراسي لأبنائنا وهذا ما يؤدي إلى الولي باش يبحث على حلول من أجل دعم مدرسي فعال آمن في البداية كان كل حضور بمعنى يئما يتكفل الولي بدعم ابنه في المنزل من شرح من ملافقة بعده ضهى ما يسمى بدروس الدعم في مؤسسات خاصة وما إلى ذلك ومع ظهور وجائحة كورونا أصبح الاستهلاك الرقمي مفروض علينا كمستهلكين في عدة مجالات من ضمنها أيضا التعليم والتكوين لذلك منصة دروسكم خرجت بحل اللي هي نقلة التعليم أو الدعم المدرسي الحضوري إلى دعم مدرسي رقمي في إطار مؤسسة ناشئة موسومة من الوزارة الوصية بمؤسسة ناشئة ونقلنا هذا التعليم من الحضوري إلى الرقمي أصبح التلميذ يستطيع أنه يمارس الدعم وهو في المنزل باستعمال كل الوسائط المتاحة من هاتف نقال من لوح رقمي وحتى من حاسوب بخصائص تفاعلية فريدة مثل ما يمكن له في التعليم الحضوري بمعنى التلميذ يمكن أن يسأل الأستاذ يمكن أن يجيب الأستاذ كتابة وحتى صوتا وحتى أيضا صورة وفي نفس الوقت أيضا يقدر يحضر هذا الحصص مسجلة ويقدر يدعم ما اكتسبه في الحصص المباشرة ويعاود ربما يتدارك طوال السنة الدراسية نعم ربما ما يميز هذه المنصة الإلكترونية أيضا أنها تتيح خاصية التفاعل بين التلميذ والأستاذة نعم هو في البداية ربما الحلول التي كانت مطروحة في مختلف المنصات وحتى في الوسائط التواصل الاجتماعي نعرف أنه هذا الدعم ظهر في البداية بشكل فيديوهات مسجلة على قنوات يوتيوب وربما على مواقع إلكترونية لتميزت به منصة دروسكم أنه مبقاش هذا التعليم بشكل فيديوهات دون وجود أي تفاعل دون وجود أي خاصية طرح أسئلة مباشرة على الأستاذ منصة دروسكم أعطات هذا الحل وينتلميذ عوض أنه يتنقل إلى المدارس الخاصة خارج الدوام المدرسي أو في عطل نهاية الأسبوع رح يبقى في البيت يدخل مباشرة للحساب ويتمكن أنه يسأل الأستاذ مباشرة حتى عندنا خصص تفاعلية خاصة في اللغات الأجنبية على سبيل المثال وين يمكن للتلاميذ أنهم يدرسوا أو تفعيل خاصية المحادثة يعني بين تلاميذ عندنا تلاميذ من تمرس مع تلاميذ من العاصمة مع تلاميذ من السطيف ويدخلوا في يعني تبادل المعلومات بينهم تبادل المعلومات مع الأستاذ بكل أريحية وشيء المميز في منصة دروسهم أنه هذا الخاصية لا تستوجب تدفق أنترنات كبير لأنه عملنا كثيرا على الجانب التقني ونعرف أنه من بين السلبية اللي يمكن أن تطرح يعني قوة التدفق اللي يمكن أن تصل إلى الأولية أو المنازل بالرغم من أنه هناك يعني عمل جبار فيما يخص هذه النقطة من جانب اتصالات الجزائر أو من جانب موفري هذا النوع من الخدمات إلى أنه من صدورتكم تميزة أنها استحدثت هذا الطريقة التفاعلية وين بتدفق أنترنات يعني قاعدي بسيط يقدر التلميذ أنه يحضر هذا الخصص بشكل مريح وبشكل يعني فاعل اليوم في ظل تنامي التكنولوجيات الحديثة والوسائط الرقمية أكيد هناك إقبال واسع من التلميذ وحتى من أولياء التلميذ على ولوج هذه المنصة أكيد هو خاصة مع جائحة كورونا بعدما فرض علينا هذا الاستهلاك الرقمي تميز أنه هناك الكثير من المؤسسات من ضمنها مؤسسات ناشئة استغلت هذه الفرصة ووفرت هذه الخدمة هناك ثقة بعدما جربوا هذا النوع من الاستهلاك في مختلف الميادين من ضمنها التعليم وإن هناك نتائج جد جد ممتازة نتائج جد جد طيبة خلات التلاميذ يعني يدرسوا بأرياحية بفعالية وهذا ما ينعكس أكيد على اختيارات الأولياء أنهم أصبح ابنه الآن في المنزل يمكن أن يدرس بأرياحية بأمان بفعالية ومن قولوش أنه التلميذ ظالعة في هذه العملية أصبحت ماذا بها هي تبقى مع ابنها ومع بنتها وتقرى معها وحتى تقريها وهذا ما ربما فعل واحد الأمر مهم جدا أنه كثير من الأمهات اللي ربما انقاطعوا على الدراسة في فترات ما أصبح الآن عندهم الإمكانية به يدرسوا ويكملوا وعدنا الكثير من نماذج من أمهات يعني عاودوا استرجعوا مصارهم الدراسة وقال لك يعني هذه المنصة تتيح أيضا إمكانية تلقي دروس تعليمية ليس للتلميذ فقط بل حتى للأمهات أو الذين لم يتلقوا دروس منذ فترة طويلة أكيد هنا قلت لك أنه يمكن استغلال هذا النوع من الدروس ما بقيتش احنا صراحة في منصة دروس كون ما بقيتش نسميها يعني منصة خاصة فقط بالتلميذ بل هي منصة العائلة الآن الأم يمكن لها الدراسة مع ابنها الأم يمكن لها مرافقة ابنها في الدراسة لما نقول الأم أكيد الأب لكن الأم ربما بنسبة أكبر من الأب فيما يخص المجال الدراسي بشكل آمن بشكل فعال النتائج جد جد طيبة اشتراكات متاحة للعائلة الجزائرية بأثمان في المتناول هناك عدة اختيارات من حصص مباشرة أو حصص مسجلة حسب ربما البرنامج تعال الإبن لأنه الكثير من ابنائنا احنا اقترحنا هذا الحل حتى التلميذ يمكن أن يمارس حياته بشكل طبيعي بمعنى وقت الدراسة يمكن له أن يدرس إذا كان عنده نشاطات رياضية نشاطات ثقافية يمكن له أن يمارسها بأرياحية إذا حب يدير دعم مدرسي يبقى له الاختيار في المنزل سواء بحيسس مباشرة مضبوطة بتوزيع أو حيسس مسجلة يمكن أن يستعملها أو أن يدرس بهذا الطريق خارج نشاطاته الثقافية أو الرياضية طيب الدروس التي تقدمها هذه المنصة منصة دروسكم هل تتوافق مع المقرر الدراسي المعمول بحف المؤسسة التربوية هل تساؤل ربما هو الذي قد يشغل بال العديد من أولياء التنميذ أكيد منصة دروسكم هي مؤسسة معتمدة بطريقة هي دعم مدرسي أكيد توافق البرنامج الدراسي الجزائري من جهة ومن جهة أخرى ليست بديلا لهذا البرنامج الدراسي وهذا ما عملنا عليها بشكل مكثف أنه نقدم دعم مدرسي وليس بديل وهذا ما أخلق نوع من توافق نوع من القابلية أنه تلميذ رح يدرس في القسم بالطريقة الكلاسيكية الحضورية بالمشافة أنه رح يتعلم وفق البرنامج الدراسي الجزائري في منصة دروسكم هي دعم لكل ما تناوله التلميذ في المدارس يعني رح يلقى هناك ملخصة الدروس من عند الأساتذة رح يلقى أنه تحضير الفروض والاختبارات أيضا تمارين دعم وما شبه ذلك بحيث أنه تخلي التلميذ يوافق بين ما تناوله في المؤسسة وبين ما تناوله في المنصة باش ما يكونش هناك تعارض وما يكونش هناك ربما تخلي من ناحية التلاميذ على ما يتناوله في المؤسسة وهنا الكثير أنه من ضمن الحصص ليست دراسية مئة بالمئة لكن هناك أيضا مرافقة نفسية ومرافقة بضغوجية تخلي التلميذ يركز في دروسه في المؤسسة ويتناول هذا الدعم بطريقة صحيحة اليوم تزمنا مع مسعى الجزائر لتعميم الرقمنة بالمؤسسات التربوية برأيكم كيف قد يساهم التعليم الإلكتروني في تحسين المستوى الدراسي للتلميذ؟ أكيد التوجه هو توجه عالمي والجزائر الحمد لله رهي في نفس هذا التوجه ورهي أيضا من السباقين في ما يخص رقمنة قطاع التربية سواء من الجانب الإداري أو حتى من الجانب التعليمي البيضغوجي الآن نشوف أن المؤسسات بدأت تعمم عليها الألواح الرقمية وخففت ماديا أقصد هنا على أبنائنا التلاميذ من ناحية المحفظة وفي نفس الوقت أصبح التعليم فعالا نعرف الآن أن ميول أبنائنا ميول رقمية أكثر منها شيء آخر لماذا لا نستثمر في هذا المسعى؟ لماذا لا نستثمر في هذا النقطة؟ أبنائنا يمكن باستعمال ما هو متاح الآن من هواتف من الألواح الرقمية من أيضا حواسيب نظر أنه أصبحت شبه متوفرة عند معظم العيلات الجزائرية وين التعليم يصبح بطريقة فعالة؟ عندنا كفاءات كثيرة وعندنا قدرات كبيرة جدا لأبنائنا في كل المناطق ربما في بعض القرى وين عندنا نوابغ يكفي فقط أن تصلهم هذا النوع من الخدمات والآن خاصة مع برامج كل ما يتعلق بتحسين تدفق الأنترنت حتى في مناطق قد ظل نشوف أن تلاميذ عندهم قدرات عظيمة يكفي فقط أن يصلوا هذا النوع من الخدمات اللي يخليه يحسن من مستواه الدراسي هذا من جهة ومن جهة أخرى أيضا عندنا كفاءات من ناحية الأساتذة اللي يمكن توصل المعلومة بطريقة سليسة بطريقة فعالة لماذا تعمم هذا الكفاءة أو هذا الجودة على مختلف مناطق الوطن ما تبقاش حبيسة المؤسسة ولا حبيسة أربعين أو ثلاثين تلميذ اللي عنده في القسم وتصبح في متناول كل التلميذ الجزائريين والحمد لله هذا ما عمدنا عليه في منصة دروسكم تحدثت الآن وأشرت إلى نقطة مهمة حول استخدام الواسع للأطفال والتلميذ للأجهزة الإلكترونية والتكنولوجيات الحديثة هذا الاستعمال يمكن أن يكون سلاح دوحادين يمكن أن تكون له سلبيات أيضا مقارنة بالإيجابيات أكيد كل ما هو جديد خاصة في المجال الرقمي قد ينظر إليه بجانبين أو من زاويتين يمكن أن يكون كوسيلة داعمة كما يمكن أن يكون وسيلة هادمين صح التعبير فيما يخص الولوج إلى الأنترنت أو إلى مواقع التواصل الاجتماعي خاصة لو يترك التلميذ أو الإبن في هذا السن لوحده في هذا النوع من منصات التواصل الاجتماعي نعرف أنه فيها ما هو إيجابي وفيها ما هو سلبي لذلك هذا الأمر يصبح بشكل ما قد يؤدي إلى أمور أخرى يعني لتعكس أو تخالف ما نريده من ابننا في هذا منصات التواصل الاجتماعي لذلك باقتراحنا لهذا النوع من منصات دوروسكم يعني يشرف عليها أساتذة يشرف عليها طاقم إداري وتربوي اللي يقدم محتوى ما يخليه التلميذ يبقى فقط في منصات التواصل الاجتماعي نعم شكرا لك وسيم حلسة مؤسس ومسير منصة دوروسكم شكرا لك مشاهدين الأفاضل وصلنا إلى فقرة الصباح الرياضي لكن بعد هذا الفاصل شكرا لك شكرا لك شكرا لك إلى آخر فقرة من فقرة هذا الصباح مشاهدين الأفاضل ويقدم لنا فيها الزميل وليد غريبية أهم أخبار ومستجدات الصحة الرياضية صباح الخير وليد صباح النور لنا صباح الأنوار للسادة المشاهدين أهلا بكم إلى الصباح الرياضي والمستهل بكرة اليد حيث توجه فريق أولمبي عنابا للرجال بكأس الجزائر محققا إنجازا تاريخيا أمس بالقاعة متعددة رياضات المركب الأولمبي ميلودهت في بوهران وذلك بعد ذلك الفوز على نادي الأبيار بثمانين وثلاثين إصابة مقابل أربع وثلاثين مباراة سيطر عليها أبناء أبونا منذ الدقائق الأولى واستلم أبناء عنابا كأس الجزائر التي أهديت إلى روح رحموني مامول الرئيس الأسبق الاتحادية الجزائرية لكرة اليد من طرف الرئيسة الحالية كريمة طالب بحضور مسؤولين من الوصاية واللجنة الأولمبية الجزائرية إلى جانب السلطات المحلية في الجنباز ضمينة الجزائرية كيليا نمور أمس تأهلها لأولمبياد باريس 2024 بعد افتكاكها أقول للميدالية الفضية على جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات لبطولة العالم المقامة ببيبالجيكا مسجلة علامة 15033 متفوقة على الأمريكية جونس شليس صاحبة الميدالية البرونزية لتصبح أول جنبازية جزائرية عربية وإفريقية تسعد إلى منصة التدويج في تاريخ بطولة العالم للجنباز في كرة القدم ينشط اليوم المدرب الوطني جمال بالماضي بداية من الساعة 11 الصباح ندوة صحفية بقاعة المؤتمرات التابعة للمركز التقني الوطني بسيدي موسى يتحدث فيها عن الوديتين المقبلتين أمام المنتخب جزر الرأس الأخضر والمقررة يوم الثاني عشر من الشهر الجاري بقسنطينة والمنتخب المصري المقررة يوم السادس عشر من الشهر ذاته بأبوظبي الإماراتية والإجابة أيضا على انشغالات رجال الإعلام هذا وكان المدرب الوطني جمال بالماضي قد أعلن عن القائمة الخاصة بقائمة اللاعبين أقول المعنية بالتربس الذي تتخلى له مبارتان وديتان أمام رأس الأخضر والمنتخب المصري القائمة ضمت خمسة وعشرين لاعبا بينهم لاعبان سيتقمصان ألوان المنتخب لأول مرة وإن كان استدعاء مهاجم لانا الفرنسي أمين جويري متوقعا ومنتدرا بالنسبة لشارع الرياضية إلا أن تواجد ابن أسطورة كرة القدم الجزائرية الأخضر باللوم في اللائحة فاجأ الكثيرين ربما لكن المتتبع لمسيرة بشير بن لومي يدرك المستويات الفنية الكبيرة التي يقدمها مع ناديه البرتغالي فرنسي مقارنة مع اللاعبين الذين تواجدوا في آخر تربس للمنتخب الشهر الماضي حافظ حراس المرمى الثلاث موندرية وزغبة وبنبوت على مكانتهم ضمن التعداد كما فضل المدرب الوطني جمال بلماضي الاستقرار في الأسماء المستدعات في الخط الخلفية في مؤشر واضح على تصوره لدفاع الخضر في المرحلة القادمة خاصة كأس أمم إفريقيا مطلع السنة المقبلة في كوديفوار في خط الوسط استبعد بلماضي اللاعب حماد عبداللي وفي المقابل شهدت اللائحة عودة الهداف التاريخي للمنتخب إسلام سليماني في ظل الأداء الذي يقدمه مع ناديه الجديد كورتيبا البرازيلية بينما غاب مهاجم السد القطري بغداد بنجاح لعبان جديدان إذن سيعززان هجوم الخضر تحسبا للمبارتين الوديتين أمام جزر الرأس الأخضر ومصر بعد أيام والأكيد أن الصورة بدأت تتجلى للجهاز الفني قبل ضبط تعداد نهائي المقبل على استحقاق قاري بعد مئة يوم في ساحل العاج كوراوين دائما نختمت أمس مباريات الجولة الرابعة لبطولة الرابعة المحتلفة لكورة القدم حيث اعتلى فريق الاتحاد خنشلة استدارت منصفة مع مولوديه اللزائر بعد فوزه أمس بملعب عشرين أود بالعاصمة على مضيفه شباب الوزاد بثلاثة أداف مقابلة هدفين ملخص المباراة في ميله يقدم في كورا جميلة نعم يقدم كورا جميلة نعم إنه أمويل التوسين يفتتح باب التسجيل لمصلحة الاتحاد خنشلة في التنفيذ العواء في أمان سيبحث عن ربما الزاوية المحصورة بين العارضة الوفقية والقايمة الأيسر أمانه يبحث يتدخل يخرج معها رائع بطريقة منتأسة كوراو ساما لم يكن فيها خطاها هاي صعبها هاي صعبها يوم ويلي هوم ويلي أمام لعبين ماذا ضياء هذا حداد يلعب مع بنغيت عبد الراوف بنغيت يمر ويضرب الكورا من هناك التوزيع وفريق يلعب باسم الاتحاد خنشلة يريد أن يتبت التسديد من عجلان أو لتسديداته نابل هذا أم ويلي أم ويلي لعبها قدور وساما رايع طلبها قدور في المكان المناسب يوزع الكوراو كوراة تابتة مليمترية ومرفوعة يتدخل الدفاع يسترجحها بنغيت يلعبها رايعادي منتازة من بلخير على جئتها اليوم بلخير يوزعها الكورا من عقبي يوووووووووووووو اPar quais ب 힘 يرحم في موزبها هنا بنغيت يلعب مع بنعي هذا جميل الكورا هذا جميل التوكل هذا جميل التوزيع هادي يووووووم يتدخل الدفاع مرة آخر تسديدها مازال الخطر نعم 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 إنه بوري الجزائري أسادة يتحرر ويخرج البريمر ليغ يواصل مزيان يلعب مع الدينكيديورا تعود لعبد الرعوف بن غيت عبد الرعوف بن غيت يغير تماما رايحة منه بن شهيدة يسا غيت بحكم الدماث والآخر لم يرفع شيء ثم يعود ويقرر ويقول إنها ركلة جازاء يتراجع إلى الخلف درفل ودرفل 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 أخضيري يا سلام يا سلام يا أنصار شباب بالوزداء ما زال الشباب يضغط الشباب يبحث يزيد بالخير رائع بالخير لما يتحرر مع عزي يتدخل الدباع لعوة في ينتظر التناية لبن غيت يوزع في القائمة الثاني وخروج خدائرية يتدخل الدفاع يعود إنطلاق من هشام العقب لعب مع توسير ومويلة سماحي يمنح ضربة جزاء لفريق الاتحاد خنشلاء عاد متأخرا ووقع في المحضور وأليكسيس جندوز يبدو بأنه يريد أن يربح النقاط ولكن هشام 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 يضيف الثالث لاتحاد خنشل باقي المباريات مشاهدين جاءت نتائجها على النحو التالي ومنودية البيض هدف أولمبيشلف صفر نجمب العقلون صفر اتحاد سوف هدف وشبيبة القبائل هدف اتحاد العاصمة الصفر والتفاصيل نوافق بها في موعدنا المقبلة إلى هنا مشاهدنا نطوي أوراقنا الرياضية لهذه الصباحة شكرا لكم على كرم المتابعة وعودة إلى لنا شكرا لك وليد على كل هذه الأخبار والمستجدات الرياضية ترجمة نانسي قنقر